نقرأ على ما سمعكم كتاب المسألة اليهودية للمفكر مالك بالنبي القسم الأول لغز العصر الحديث وما يصبط الفصل الأول اليهود والحضارة الأوروبية أولا السر الخفي للعالم الحديث لكي نفهم عالم المال يكفي أن ندرسه في مظاهره البادية فحسب بل من خلال روحه التي تتوارى خلف مظاهره الرائجة التي تبدو كمصباحا سهري خفي يسقط شعاعه على شاشة التاريخ صورا معدة سلفا ما يهم النظر هو ذلك الذكاء واليد التي تبدع هذا التاريخ الاصطناعي المزيف والتي تكمن خلف هذا التاريخ وهي السبب نتائجه إنها القوة التي تقود إلى مضاعفة المظاهر التي نبادل لدرسها في وحدة أساسية تحسمها لا تراها العين الذكية المدقيقة لذا فهي عصية على من لا يعرف كيف يفكر فيها فهذا العالم قد أبدع العصر الحديث في تنوعاته المتسارعة والتي برزت في آلاف المظاهر المفاجئة الديمقراطية، الشمولية، الرأسومالية، الماركسية، العبودية الشخصية، الاسترقاق، العمل الجماعي، الاستعمار، إعلان حقوق الإنسان، نظام الانديجينة ولكن هل ثم تشهيء ما خلف هذه العنوين وما توارد من هذه المظاهر؟ هل ثم تحقيقة ما تبدو خلف الكلمة نفسها؟ العالم الحديث كل امرأ يعرف عندما نسمي علما حديثا أن هناك ظاهرة اجتماعيا ولدت وسرير ولادتها أوروبا أما تاريخ ولادتها فذلك ما أطلق عليه اسم النهضة الأوروبية، لاغنيسانس وهنا يمكن أن نسميه الحضارة الأوروبية المسيحية وهكذا يتحدث التاريخ الرسمي المعتمد ولكن يبقى لنا السؤال في النهاية، هل هذه الهوية هي أصلية في العمق، أوتونتيك؟ هل هي في الحقيقة كما هي بادية في مظهرها أم لها جذور في موطن لها؟ هنا نشير إلى ما كتبنا من قبل في شروط النهضة فالأحداث الكبيرة لها ولادتان ولادة تطابق الظاهرة النفسية، وولادة تتطابق زمنيا معها بالنسبة للمؤرخ فالتوقيت الزمني هو الذي يأخذه بعين الاعتبار لأنه ينظر إلى الحادث في تسلسله التاريخية أما علم الاجتماع والفيلسوف فالتوقيت النفسي هو الذي يأخذه بعين الاعتبار لأنه يشير إلى الحادث في تسلسله السببية وهنا لا نقف كثيرا عند ولادة العالم الحديث الذي نسميه النحطة الأوروبية لأن الذي يهمنا هو معرفة أي حلقة من التسلسل السببي كانت الولادة إن أوروبا هي مهد العالم الحديث لكن الحادث الرئيسي لكلمة أوروبا في التاريخ ووصول اليهود إليها كشخصية مستقلة عن الفكرة المسيحية وهي التي سيطرت على سائر تسلسل حضارتها كما سوف أثبت في الصفحات التالية لكي ننطلق من نقطة تكشف لدراستنا فهم تطور العالم الحديث علينا أن نبدأ من مرحلات تيهي الشعب اليهودي الدياسبور الشهيرة وقد انطلق فيها الشعب اليهودي نحو البلاد الأوروبية عقب حدم الأيكر في القدس لم يسأل أي مؤرخ لماذا أخذ الشعب اليهودي هذا الاتجاه دون سواح علما أن الاتجاه نحو أسيا هو الأجدى والأجدر والأوفر لأسباب وادية فاليهود ينتمون من حيث الجنس العصل الشرقي ثم أن الرخاء التجارية والحضارية يحتم اختيار الانطلاق نحو مدن تتلاقى فيها عقدة الطرق التجارية والعالمية كما هي حركة الانتقال بين الشعوب لألفين عام بين الهند والصين وهذه الطرق تتلاقى حين تمر بالضرورة عبر الشاطئ اليمنية الطريق البحري أو عبر فارس وآسيا الوسطى عبر خطوط القوافل هذه العوامل تجعل اليهود من سائر الرجوه يتجهون نحو الشرق وليس نحو الغرب لكن اليهود أداروا ظهورهم لذلك كله وقادوا خطاهم نحو بلاد أوروبا الفقيرة غير المتحدرة الرومانية روما قسوات المناخ الذي لا يرحم تفلاً ولد وتأقلم في بلد حار هذا الاتجاه المناقد لمنطق الأمور لا يمكن تفسيره من زاوية ما عرضنا من التساؤلات التي تبنى على واقع عصر المضع ويظل من دون ذلك حدثاً يلقي على تلك النقطة المظلمة شعاعاً واحداً إنه الطريق الذي خطه شاؤل الذي أصبح فيما بعد القديس بول لقد ترك دمشق حين طلب إليه أبوه وهو ربي كبير التوجه نحو الشرق لتعليم الأمم لكننا نرى في كتاب الأعمال أن القديس بوليس أدر ظهره بصورة نهائية لبلاد الشرق وحول رفيقه في خطته الكهانوتية التي كان قد عدها ثم ول وشاه نحو الغرب ليبشر بالمسيحية نحن هنا أمام إرادة النهائية للقديس هي أن يحتفظ لشعب أوروبا بتعليم المسيحية وعبر هذه الإرادة نجد أنفسنا وقد طلقت طريقان وتطابق بأحكام طريق الدياسبور اليهودية وطريق الفكر المسيحية لكن هذا الاتجاه في ظهره يبدو غير مفهوم ولذا يطرح سؤال مهم يتعلق برسلة الكهانوتية ووصية السيد المسيح هلم تلمذ الأمم؟ فلماذا لم يشأ القديس بوليس إذن أن يدعو يتلمذ الأمم في الشرق؟ ليس لهذا السؤال تفسير تاريخي سوى تفسير واحد لا علاقة له بتكون المسيحية بل بالمحطة التاريخية لنهاية هذا المسار الذي اتجه إليه القديس بوليس وأنهى أن تكون أوروبا هي مهد رسالته الكهانوتية والتي عبرها أصبحت رما مسيحية وإذا اعتبرنا العصر حديثا نتيجة سببية لنشوء أوروبا وهي مهد نشأته فإن أوروبا في ولادة هذا العصر لم تكن كما وجدها القيهود قبل ألفين عام حين كانت في حالة تخلق ونشوء أولي بل كانت في كامل حضورها كما هي اليوم والذي شد عن النظر الدقيق هو أن أوروبا اليوم في حيويتها الثقافية والسياسية والمادية تدور حول مركزية اليهود فهناك حركة مفصلية أساسية تشكل رفعة دفعة ترسل أو تمسك بالحركة لتسير كما ينبغي وبالاتجاه الذي يجب فتأثير اليهود في الحضارة الأوروبية هو الأكثر بروزا في عملها وسماتها إنهم عقلها وروحها ففي البلاد الأوروبية نرى الأسماء الأكثر بروزا هي لليهود في ميادين البنوك والتجارة والصناعة والمسرح والصحافة والأدب فسائر النجوم الوطنية الباريس للبلاد هم بمن لا يقبل الجدل إما يهود أو متحددون من أصل يهودية فمن الفرنسي الذي لديه قليل من الثقافة ليعرف بريكسون المفكر الأكبر لفرنسا المعاصرة أو أندري مورواء الكاتب الأبرز أو سارا برنار الأكثر تراجدية أو مادام كوري التي كسبت شهرة عقلها العملي شهرة زوجها الذي لم يكن يهوديا ثم في نطاق المال فإن روتشيل ذلك المحسن الأكبر هو المرجع وكذلك شنيدر والسيتروان التي هي من المؤسسات الصناعية الأكبر وكذلك ريني ماير أو موتش الذين هم من الوزراء الأكثر شهرة في فرنسا في العصر الحاضرة وكذلك ستافسكيل محتر الأكبر صاحب الفضيحة المالية التي وضعت مالية فرنسا في الحديد وأسقطت الحكومة ومع ذلك فمن أشير إليه ليس سوى قائمة مختصرة هكذا نرى أمامنا قائمة من القيادات اليهودية في مختلف المواقع والميادين لها ذلالتها ومعناها وأنا هنا أشير إلى المشهورين وأتجاوز الحديث عن الألاف التي تترافق بالضرورة مع الانتشار المتسارع لليهود ويأتي في المقدمة الإنتاج السينمائي والصحف الكبرى والمؤسسون كلهم يهود هذا الاستعراض الواسع يبدو لنظر غريبا في طبيعته في بلد ليس يهوديا لكن شيئا يبدو لي أكثر غرابة هو أن الفرنسي من سائر الطبقات يجد ذلك شيئا طبيعيا له دلالة الاعتراف بتقدم اليهود في بلده بل أكثر من ذلك فالفرنسي مستعد للموت بدفع الشعور الوطني لترسيخ هذا التقدم إذا ما دهمه خطر كاحتلال الألمان لفرنسا من عام 40 إلى 44 مثلا هذه النقطة التي أشير إليها هناك دراسة خرج حياة فرنسي هي هامة على الخصوص من وجهة نظر داخلية أي كحالة نفسية تخص الفرنسية في غرابتها وهذه الحالة تبدو أحيانا حالة السبطان أو هي حالة فعال خاص كتلك التي عبر عنها جون مارتين ذلك الكاتب الكاثوليكي الكبير اتحدث بعبارات عالية عظيمة الدلالة أمام شاب فرنسي مهتم بالعداء للسامية فصرق أمامه هذا الكاتب الكبير لقد أمضيت ثلث عمري على أقدام يهودي مدرج القلب يقصد المسيد المسيح هذه الصرخة تعر الواقع ونرى كيف يقدم اليهودي الروح الفرنسية لكن الانتشار اليهودي ليس خاصا بفرنسا فالانتشار هنا يعبر عن حالة الأشياء التي تسمى الحضارة الغربية ففي إنجلترا يبدو الانتشار اليهودي أكثر دلالة في المسوني ورئيسها الملك يطلق عليه اسم نغمض الدلالة الفارس القدوس وهنا يبدو الجذر العبري للكلمة وفيه كل خفايا اليهود في الحياة الإنجليزية ثم إن نائب الملك في الهند ما بين عام 1920 و1925 كان هو نفسه يهودي يتمتع بلقب لورد ريدينغ ثم هناك من كبار وزراء الإمبراطورية البريطانية دي زرائي لذلك اليهودي الذي وقف في مجلس العموم البريطاني وهو يمسك بيده المصحف ويقول لن يكون سلام في العالم مدام هذا الكتاب موجودا وكما هو الأمر إذن في فرنسا فكذلك في بريطانيا كبار القادة والماليين والصناعيين والأكبر اختصاصا في الطب ثم إن الخياط الأفضل في بريطانيا وبصورة طبيعية يهودية ذلك كله يعبر عن تطبق حالة الشيء مع حالة النفس كما نراها في فرنسا وإنجلترا وربما كانت هذه الحالة في إنجلترا هي الاتهام الأكبر في هذا السبيل لأن الحرب الكبرى 1939-1943 لم تقم دفاعا عن سلام الإمبراطورية بل قام الدفاع عن اليهود الذين يضطهدهم هيتلر فحسب وهكذا نرى في هولندا الحالة نفسها في انتشار اليهود كما في أمريكا ويكفي القول إن هذه البلاد أصبحت ملجأ ليهود العالم كما أن الذين تركوا البلاد التي ولدوا فيها لسبب أو آخر قد استقبلتهم أمريكا بانفتاح فإنشتاين الذي ضرده هيتلر من الجامعة الألمانية السقبلة من قبل جامعة برنستان وكذلك وورستريت حيث سيطرت دولار في العالم الحاضر هي يهودية كما هي سيتي في إنجلترا فقد خيام اليهود في أمريكا على مساحة السلطة السياسية في الممارسة العملية فيما تركت الواجهة لرزفلت وسواه واليوم تدار السياسة الأمريكية عبر يهودي باريل فاليهودي لا يقتصر على عمل واحد بل تبدو أعماله كمن مل وتجر من نجاحاتها كلها وخلفها وراءه ولم يترك أي منها تملأ هوايته فهو لا تقده أيما رغبة يحط عندها اهتمامه بل هو هاوي لكل شيء فاليهودي مناخم يأشول في سائر العواصم كأكبر موسيقي للكمان في العالم الحديث والقديم حتى ماكس بير الذي ألقى برصانته أرضا في حلبة العبة البوكس ليحظى بها بلقب بطر العالم لكن ما يهمنا من كل هذا ذلك الأمريكي الذي هو كابن عمه الأوروبي يقبل الموت من أجل الدفاع عن التقدم الذي يقوده اليهودي المؤثر بقوة في أعلى دراجات التقدير في الحرب العالمية الثانية التي انتهت لمصلحته واخيرا لكي أسويها طروحة هذا الفصل فقد تحدثنا في أول مقاربة عن إلقاء القنبلة الذرية في صحراء المكسيك الجديدة لقد أقدم العلماء الطبيعيون والرياضيون كل من جانبه الإسهام في صنع القنبلة الذرية لكن بقي عليهم تجربتها وتجربة كهذه هامة بدون شك وتتطلب اسم العالم الذي يحوص شرف استحقاق نجاحها ومن ضمن كوكبات سأل العلماء الذين سهموا في صنع القنبلة الذرية الذي نال شرف الدرجة العليا في تجربة القنبلة هو اليهودي أبنهايمر من هنا فإن حالة الأشياء هذه والحالة النفسية التي أشرنا إليها كانت تشكلان في البلاد الأوروبية كلمة واحدة الحضارة المسيحية لذا علينا أن ندرس بعمق العلاقة الضيقة بين الحضارة المسيحية والعبقرية اليهودية وما ندرسه من الآن فصعد ليس سوى النتيجة التاريخية البعيدة للفترة التي فيها اتجه المسار اليهودي نحو أوروبا وحينما نعود إلى زمن بعيد نستطيع الوقوف على الأسباب الأكيدة التي بها تركزت خصائص الحالة التي تميزت بطبيعها المادي كما بطبيعها النفسية ووجهت خطى إسرائيل نحو أوروبا دون الاتجاه نحو آسية وهذا التأكيد يبدو لنا أكثر منهجية فقد اضحت هذه الخصائص مترابطة جيلا بعد جيء نتيجة لمنطق ثابت ويبقى علينا تقييم آليته الخاصة عبر اليهود في مدى ألفين عام من حياة أوروبا التي تبدو نتائجها في كل ما يشل اليوم من رد فعل في الشرق وفي فلسطين في الصفحات التالية سوف نكشف بصورة أعمق الأسباب التي اجترحت المأساة الفلسطينية والتي بها يعيد الفلسطينيون ممارسة دور فلسطين القديم كيف ما كان الأمر علينا في البداية أن نشر إلى أن الشعب اليهودي لم يكن مخدوعا حينما أدار ظهره لعقدة الطرق الآسيوية المزدارة في العالم القديم والتجاه نحو فقر أوروبا وكان ذلك كله هو المصير النهائي للشتات لذا ومن أجل المعنى التاريخي للمرحلة اليهودية في أوروبا علينا أن نعود إلى ذلك المسار جنبا إلى جنب أي إلى ألفين عام من التاريخ لنكتشف في داخلها سبب هذه المرحلة ثانيا معنى ومفهوم اتجاه الشتات اليهودي نحو أوروبا إن مرحلة استقرار الشعب اليهودي في أوروبا مع بداية العصر المسيحي هي في الواقع خيار بين الرجل الأوروبي ورجل الشرقي وإذا نحن قوامنا النجاح الاستثنائي لليهود في إقامتهم الجديدة كما أشرنا فهم لم يكونوا مغررا بهم أو مخدوعين في هذا الخيار وذلك يعود لطبيعة الرجل الأوروبي المنفتع فالخيار المشترك الذي أشرنا إليه قد مكن لليهود القادمين ما لم يكن مألوفا في الشرق إذ جاءوا إلى أوروبا مشتتين منبوذين غير فاتحين لكن الشعب الأوروبي أوسع لهم الإقامة والضياف وغد في النهاية هم المسيرين الحقيقيين للعمل الأوروبي والثقافة والسياسة والحياة الاقتصادية فالذي توفر لليهود في أوروبا لم يكن متغفرا لهم في البلاد الأسيوية ماذا من يهود في مصر الفرعونية والإمبراطورية الأشورية يعيشون شروط المنبوذين والعبيد وفي هذا كله لا يوجد أي نتائج سلبية في النهاية فاليهودي بكل بساطة لا يريد أن يستعيد تجربة أبائه العبيد في آسيا وفي مصر لكن النجاح البالغ والأقرية الإيجابية جدا لليهود في أوروبا قد ترك لنا قرينة أخرى مفادها أن هذا الاختيار له أسباب تسويقه هي أكثر إيجابية وهي مبنية على معرفة أبعد غورا من الرجل الغربي في أوروبا ففي ذلك العصر كانت آسيا هي الحضارة والإمبراطورية على عكس ما كانت عليه أوروبا مع أن أوروبا عرفت الحضار عبر اليونان وكذلك في عصر الرومان لكن الحضارة الأولى لم تكن سوى مساحة شريطا ضيق على شاطئ المتوسط هو مجرد عكس للحضارات الأسيوية القريبة أما الحضارة الثانية فكانت لتشكل كما الأولى سوى مساحة ضيقة للمجال الروماني والشمال السلوذي البربري فرجل الغربي مع أنه منفتح لسائل الحضارات المحيطة به إلا أنه كان لا يسل ابن نشته الأولى فخيستخ فضع في توحش السلوك بغير ثقافة ولا ماض أما الرجل الشرقي فهو من جانب الرجل رشحت إليه تقاليد الثقافة القديمة وأفكارها فمازجت ثلوكه وهو من جانب آخر ناضج يتأقلم مع التحولات عجين إنساني بكر ولديه استعداد العجين لتقبل كل شكل يحتويه وهو عجين يخبز وثم يعاد خبزه مجددا في أفران مختلف الحضارات والتي تتابعت في الشرق العسط القريب هنا يتجلى سبب إيجابي لأسمى الطريقة لإسرائيل في هجرتها الجمعية لكن في كلتا الطبيعتين الإنسانيتين التي أشرنا إليهما كانت إحداها للشرق والأخرى للغرب وهذا يعني تباينا بينهما أكثر عمقا فكل منهما له طبيعته الذاتية فالشعب اليهودي له خصوصية معروفة جدا ولها موقعها في علم النفس الإنساني وخياره قد وجد مساحته كاملة في العجين الرخو البادي في طبيعة الأوروبي وهذا هو السبب الأكيد في خيار لمحل له في طبيعة الشرقي على الخصوص فرجل الشرقي يعيش روحه وفكره وينظر إلى علاقاتهما الآخر ما من فكره إنني أعرف الاعتراضات التي سوف يسويقها القارئ الذي يفجأ بهذا التقويم في عصر الحاضر فهذا التقويم سوف يصطدم به بما هو عليه الشرقي اليوم من الجهل ودون قامة حضور والذي يناقض معه عليه اليوم الأوروبي المثقف والمتوج بإكليل حضارته لكن إذا أخذنا الأمر في مدى المسار المطلق لكل من الغربي الأوروبي والشرقي خارج اتجاه التاريخ فمن هذه الزاوية نستطيع أن نقدر الأوروبي المنفتح لكل طارح والمتشوق لمعرفة كل غامض في حين أن الشرقي يرى الأمور من خلال عقله وتوق تقاليده وروحه الشرقية لكن هذا الاختلاف مجرد اختلاف تصنيف ويوقع التلاقي بينهما من طبيعة كل منهما وهنا نحن أمام نفسيتين وعقليتين وعالمي إنسانيتين للغربي طبعه المنفتح على استقبال أي فكرة من خارجه ومستعد لتجريد حاملة في الدفاع عنها إذا أخذت موقعها أما الشرقي فهو الذي يحمل على ظهره ما يبدع من أفكار وهو منطلق نحو الغربي ليس هناك تباين أساسي إذا لمدامت أوروبا استقبلت الفكرة الدينية من خارجها وكأن أشرق معدها وكذلك سائر الأفكار الدينية وإذا كان اليهود أنفسهم شرقيين فذلك يعني أنهم عقليون وما يميزهم عن سائر المشرقيين أن مأساتهم الوطنية لم تدع لهم خيار آخر سوى أوروبا وكان ذلك المسر بهم إلى نهاية أهدافهم فأوروبا كانت وحدها القادرة على الآلية المادية لمسارهم الأوروبي صادق مع نفسه وشريف لكنه متطلع إلى مادة أكثر منهم السلهم لصفاء الأخلاق وهو ذكي في مداهي الجمالي لكن لا يقيده التزام ثبت ولا أفق بعيد وذلك ما عبدت طريقة للعبة اليهودية بخلاف المشارقة الذين لديهم الخبرة باليهودي الذي عجلوا لعبته في التعامل سواء في مجال لا أخلاقية أو الجمود على المبادئ فالأوروبي كان نوعا مالألة الجاهزة لمهمة إسرائيل وكانت قبل الشتات قد أصلت محنة حرب العقاب وهي اسم لثلاثة حروب بين قرطاج ورومة من 146 إلى 264 قبل المسيح وهنا يدور سؤال لم يضعه أي من المؤرخين لماذا احتفظت رومة لنفسها حينما هزمت أسينة بالثقافة المنشآت والمدارس على عكس ما فعلت بقرطاج حينما انهارت أمامها فمسحت المدينة الفينقية وحدمتها على آخرها ولم تترك من حضارتها ولا من ثقافتها أي ما أثر الجميع يعرف تعليمات السياسية الروماني كاتون اهدموا قرطاج عن آخرها بيد أن هذه تعليمات نفسها لا تحمل تفسير نكبة قرطاج إذ لابد من أن يبحث عن ما وراء هذا الموقف والأسباب الأكثر عمقا وذلك بمعزن عن نهاية الطريق الذي خطه التاريخ لنكبة قرطاج فثم تطرق جانبية خفية تفضي إلى الدوافع الحقيقية فهناك بعبارة أخرى جانب عامض للأشياء في خفي سر هذا التاريخ فما قبل الأحداث الكبيرة أي قبل ألفين عام ينبغي النظر إلى التأثير اليهودي كما يقال اليوم على مؤسسات الإمبراطورية الرومانية لكن التاريخ لا يملك أي معطى يعتمد عليه في هذا التأثير الذي مرضون أي اتمام إلى حد القول بأنه غير موجود هو لأن التاريخ يدون دائما وكما في كل عصر الارتكابات الكبيرة لليهود وبعض الفضائح السياسية المالية كما يشري في العصر الحديث لكن حينما يكون الأمر تحت إرادة اليهود فإن الفضائح لا يشهر أمرها في حينها بل تتسرب إلينا بعد حين عبر قناة التاريخ كما يقال أو على الأقل مع التاريخ الأدبي لرومة في القصص والحكايات هكذا بدأ التأثير اليهودي الكبير في حياة الرومانية يتسرب من خلال مصادفات المواقف والحدة والانفعال في نبرات ششرون في مرافعته الشهيرة بروفلاكو حينما يوجهه نحو خصمه فلافيرس وهو يهودي روماني وهكذا عدحت المداولة رغم بلاغة ششرون خاضعة لتأثير اليهودي في موقف الحاكم بريتوار وبدأ من ذلك كله أن اليهود يحتلون في الإمبراطورية مركزا مسيطرا لكن مركزا كهذا حين لا يشير إليه التاريخ الروماني لا يفاجئونه فالتاريخ الخاص بعالمنا هو أيضا لا يحلل أبعد ما كان يجري حينما يكون العصر مهددا فعلا وهذا الصمت العام للتاريخ يبدو في جانب الآخر نقطة مركزية لأنه يرث غموضا ليقوم بتحليله من يأتي بعده ويكشفها المعطيات المؤكدة لجيل قادم ينطلق منها لبناء عالمه الخاص به لذا علينا هنا في مهمتنا أن نعود إلى لحظة التراجدية القرطاجية التي تمدنا بمؤشرات ثمينة حول خيار إسرائيل لعصر الدياسبورة فهناك فيما وراء لجيل ما يضيء لنا أسرار عالمين الحاضر في معطياته الأساسية الاستعمار القابلية للاستعمار لقد عرضنا من قبل مدى تأثير اليهود في روما نفسها ذلك التأثير الذي مر صمتا بغير تعليق وسيظل هذا الصمت مخيما ومتابعا للمسار مع عصرنا عبر نفوذ امتد بقليل أو كثير حول سائر مدارات الإمبراطورية الرومانية وعلى الخصوص في حركتها المالية والاقتصادية لقد كان على الدفة الأخرى الإمبراطورية القرطاجية وهم أيضا لهم خبرات واسعة في الاقتصاد والتجارة والأعمال بصورة أساسية فضلا عن مهارات واسعة يتمتعون بها وأبناء عمهم اليهود ليسوا على السعداد ليتركوا لهم لهم اقدر بوسط من الأعمال التي يمارسونها في الشرق الغني بتجارته ومصانعه والغرب الغني بالمواد الأولية كالخشب والقصدير الذي كان القرطاجيون يبحثون عنه في شمال بريطانيا في اسكتلندا منذ ذلك التاريخ كانت قضية الحيمنة الاقتصادية قد أخذت مكانها ليس بين روما وقرطاجة في حسب بل بين يهود روما وتجار قرطاجة حيث قامت الحرب الدروس ولم تقف تدى قرطاجة بتأثير فعلي من اليهود سم جنود قرطاجة أن يكونوا على السعداد بكمل جهوزية لباسهم العسكرية الذي يشير إلى العظمة والأباءة الوطنية هذه الظاهرة تكررت مرة أخرى في التاريخ الحديث ما بين أوام الحرب العالمية الثانية حين أبت سائر جموع أوروبا صارخة نهدم ألمانيا وهم يظنون أنهم يعبرون عن المشاعر الوطنية وحتى الأوامر الدينية وقد اندفعوا بإحاء من اليهود ضد الهتلرية التي هي في الحقيقة أدخط خطرا على نفوذهم في العالم وكالطن الذي أعطى الأمر بهدم قرطاج ليس أكثر ولا أقل من موراس وشيرشل وروسفيلد في العصر الراهب الذي أصبح عصر إسرائيل كما كان اليهود في عصر رومع مهما يكون من أمر فإن التراجيدي القرطاجية التي أضع جزء من المعساة الحديثة والتي قاربها أخيرا هدم الريخ الثارث قد أضحت في أي أيضا تراجيدي تضيع على الخصوص معطى مركزية لنفسية اليهود التي هي الكراهية الموروثة نحو آسيا من الأباء إلى الأبناء في كل مفصل من قريب أو بعيد فهناك بعض الشعارات التي لا تزال في الذاكرة تطلق من وقتا لآخر الخطر الأسيوي، الخطر الأصفر، الخطر الإسلامي وهذه الشعارات لها مضمون وهوية تعني إلثاق التهمة سواء بالعصرية لدى البعض أو بالإستعمار لدى الآخرين وقليل من الناس يصنفها بالإستيمة العمق للنفسية اليهودية فالغمض كله والإبهم يستقر بكل دقة في هذه النقطة ولكن كيفما كان الأمر فقد تبين لنا أن الخيار اليهودي زمن الشتات لم يكن عملا للتعمية كما أنه ليس محركا لعمق سلبي فاليهود حينما تركوا بلدهم كانوا يعلمون تماما شروط إقامتهم الجديدة كما يعلمون تماما المصادر التي تمدهم بمهمته في نفسية الرجل الأوروبية لذا أداروا ظهورهم قبل ألف عام لحظوظ الإزدهار التجاري الياسيوي ألا ترى أنهم قد ضحوا بحضر مشكوك فيه لحساب مستقبل أكيد؟ لفهم نفسية اليهودي في الشتات هناك شيء أساسيه أن اليهودي لا يترك وطنه نيايا دون أمن في العودة إليه فالوطن هو الأرض الموعودة لأجداده وأحفادهم وهو يتمثله عودة نهاية إليه في فكره وأحلامه لأنه القطب الذي يشده إلى قدره فإرادة العودة التي لم تفتر أبطته بذلك النسيج الذي يميز الشعب اليهودي بشعور استثنائي نحو إحدته يتفاعل عبر الأجيال والبلاد هذا الحنين الذي سيكون نوعا ما العامل الأساس لوحدته الأخلاقية والسياسية عبر سائر قبائله وجيلنا بنظرة تقويم ما يستطيع اليوم أن يرى كيف أن اليهودي الأمريكي والإنجليزي والألماني يلتقي مع فلسطين مع يهودي شمال إفريقيا وهم يتفاعلون دائما في الفكرة نفسها لكن استمرار هذه الإرادة في سائر مضمونها كما سبق نشرنا في الفصل الأول لا يفسر في تحليل أسباب هزيمة العرب أمام جيش بنغوليون وسوف نعود إلى هذه الأسباب لاحقا بكل حال لم يعود المجل ممكن للنظر إلى الحقبة اليهودية كمن يفتتح تاريخ إسرائيل مجددا بقيادة موسى لكن مسار التاريخ اليهودي بكل حال انتبع طريقين في ظل العصر المسيحي طريق الشاطئ الشمالي للمتوسط وطريق الشاطئ الجنوبي والاتجاهان اتجه نحو أوروبا لكن كل منهما سار في طريق مختلف ظاهرا فالعنصر الذي تابع الطريق الأول مرورا ببيزان طحة البلقان وروسيا قضح لدى المؤرخين يسمى عنصر هاسيديم أما العنصر الذي اتبع طريق شمالي إفريقية واستقرر في البرتقال فقد أنشأ فيه مركزا روحيا امتد بإشعائه شيئا فشيئا نحو أوروبا الغربية وبصورة أساسية نحو إنجلترا وهولندا هذا المسار في كل من الطريقين ليس مسار انقساما موضوعي وإن كان أطلق على كل منهما اسم فذلك صنع لدراسة التطور الداخلي لشعب اليهودية وهنا فإن هاسيديم سوف يحيي القيتو في أوروبا الشرقية كما في بولونيا أما فيما يتعلق بكيتشين الذي هو أصلهم الخفيف فإن هذا الفريق سوف يرفض كل مظاهر الحياة التقليدية وكذلك كل الأشكال الملوثة عن الأباء ليعتمد في لندن وباريس وأنجرس وأمستردام وباريس كل مظاهر الحياة الأغربية وهذا الأخير هو العنصر الذي سيكون له في النهاية الدور الحاسم في تاريخ الشتات سواء في الحياة الفكرية أو الحياة السياسية عبر أسماء لامعك أنشتاين وباريسون ومورياك والروتشيل والماركس وجميعهم يهود غربيون هذه الفئة تتهمنا بشكل خاص لأنها تضاعنا في موضوعنا أي العوامل التي أدت دورا وأردت أن تؤدي دورا في مصير العالم الإسلامي ولتدليل على أهمية دورهم يكفي أن نشر إلى أن يهوديا ورد في جيتو مغربي وأصبح عبر تغيير مزدوج للإسم والجنسية دافيتوف كوبر الشهير وزير الحرب في الحكومة البريطانية وهو الذي أعلن الحرب على ألمانيا الهتلرية عام 1939 هكذا تبدو هذه الخصوصيات في اليهود الغربيين لافتة حين يأتي يهودي إلى بريطانيا تارك بلدا مسلما فيصبح بسرعة مسؤولا في إدارة بلد غربي فهذا مثل صغير نشر إليه في إطار عم محيطا بجماعة اليهود الغربيين وقد امتدت هذه المرحلة على مدى القرون التي تتابعت على الشاطئ الجنوبي للمتوسط لكن هذا المسار لم يحاقق أهدافه إلى نهايتها في غرب أوروبا حين ظهر الإسلام فجأة وانطلقت الدعوة سريعا من مكة إلى البيريني ويجب أن نضف أن اليهود وهم في طريقهم التقوا بالإسلام وواجدوا أنفسهم مؤقتا ملزمين بالعيش على عرض الإسلام حون التقت مرحلة الفتح الإسلامي بمرحلة إسرائيل فأضحت خاضعة للإسلام لكن الحرب تظل في اليهودي عن صراحيات كما هو الماء والسمك في البحر واليهودي ينتهز الفرص دائما بكفاءة المميزة ففي انتشار الإسلام دعوة وذولة كانت فرصة اليهود في تموين الجيوش في مسيرة الفتح الإسلامي ومتعحدو التموين لهم استمرارية واتصال بمسال الفتح والترجمة بين الفاتحين والأهليين واليهودي في قيامه بمهمته لا ينسى إلا مرحلي للهدف البعيد لدوره كيهودي ومما يزكي هذا الشعور لديه هو أن العربية يحمل في دعوته للإسلام نظاما جديدا ومعا ديني يخلط الروح في الصلاة بين الفاتحين والأهليين الذين تبلهوا الدعوة ولا يترك أي موقع للعبقرية المادية لدى اليهودي لذا ألزمته الحقبة الإسلامية التوقف في طريقه لا يستطيع النفذ إلى أهدافه إلا ثغرة دس خفي ينفذ منها لهدم الحضارة والإمبراطورية الإسلامية فالعربي في دعوته الروحية كالقرطاجيين القدماء في مكانتهم الاقتصادية والتجارية إلى هما منافس خطر لمسار الشرطة اليهودي التاريخية والإسلام في المدينة المنورة في بداية عده كان قد تعامل مع اليهود كجزء من وحدة المدينة وقد فتح الباب لهم لمن أراد الدخول في الإسلام وكان منهم منذ دخل الإسلام فكان المنافق اليهودي يدخل في المجتمع في بدء تكوينه عبر كعب الأحبار الذي أعلن إسلامه أعلنا وسع يدبر مؤامرات هزت الدعوة الإسلامية في بدايتها كمقتل الخلفاء عمر ثم عثمان ثم علي على الخصوص ثم مع تطور الحضارة الإسلامية في مداهل فكري بدأت ترى الجماعات السرية كالإسلام إسماعيلية والقرامة وسواها النور مع مسار القرون الأولى للحضارة ثم كان في مستوى الأمة قسام هائل من البيريني إلى الفرات وحينما عمد هارون الرشيد إلى إهداء شرلمان الساعة الشهيرة التي ورد ذكرها في كتب التاريخ كان الوفد الذي أرسله الخليفة يرأسه بحكم المصادفة يهودية وهذا الوفد وهديته الشهيرة يؤرخني في الوقت نفسه لبداية النزاع بين الإماراتور شرلمان والخلفاء الأمويين الذين يحكمون إسبانيا وكانت هذه بداية الحرب الصالبية فمن هو بيار لرميت الذي سوف يكون في أوروبا فاتحة الحرب الصالبية وبداية هدم الإسلام في أوروبا إن التاريخ الأوروبي لا يتحدث عنه كشيء هام من سوى أنه راهب ذهب إلى القدس حجا ثم عاده معه فكرة الحرب الصالبية لكن يظل السؤال قائما كيف أصبح هذا الراهب الوجه المركزي الأول في حرب صالبية لا سأدري لكننا نرى فيما بعد إغناس دولايولا يثير نوعا ما من الطريقة نفسها في إسبانيا لقد كان هذا الأخير مجرد مهرج من رعاية القصر ثم أصبح فجأة من الوجوه الكبار في الكنيسة الرومانية لقد جرد حملة إبادة أرسلت آخر مسلمي إسبانيا إلى المحرقة ثم أسس بالإضافة إلى ذلك مؤسسات اليسوعيين الجزويت التي تجرد حربا ضد الإسلام في كل مكان إنني أترك هذه النقطة إلى الجيل الذي آتي بعد ليضيء ما وراءها عبر سائر الوثائق اللازمة والتي ليست في يديه مهما يكون من أمر فإن ظهور الإسلام لم يكن من نسبة لليهود سوى حادثا في الطريق أضاع بعض الوقت في مسارهم على الشاطئ الجنوبي لمتوسط ولكنه حادث ولود مشرع الأبواب على اختلافها إذ كان لدى اليهود الوقت الكافي ليلتقط من أرض الإسلام عناصر الحضارة من الجامعات الإسلامية ومشاغل الفنون في قرطبة وتونس ومراكش فابن ميمون قد أسس تحت إرشاد الأساتذة العرب قواعد الثيولوجية الحبرية اليهودية وأستر كتابه الشهير مرشد الضال حيث اقتبس العنوان نفسه من كتاب الغزال المنقذ من الضلال ثم إن واحدا من مشاركيه في العقيدة في قرطبة سوف يشرؤه لكتاب في قواعد اللغة العبرية مقتبسا من هذا الحقل من سيبوي وبعض المختصين العرب فجميع السبول الإبداع الفني وخلاصة طرق الإنتاج في الصلب والحديد التي برع بها العرب أضحت تحت يد ومكتبة الحرفيين الفنانين اليهود ثم اجتزت هذه الصناعات شيئا فشيئا البريني منذ غروب الإمبراطورية الموحدية لقد انتقلت العلوم العربية إلى الطب الذي استقر في مدينة موبلي ثم اتشر في أوروبا مع امتداد المرحلة اليهودية وحينما وصلت هذه المرحلة إلى نهاية الحضارة الإسلامية كانت هذه هي البوادر الأولى لإشعاع نحطة العرب لقد كانت ساعة الإنعطاف الكبير للتاريخ وعبره كانت الطريق مفتوحة أتحت لليهود تعلم التكنولوجيا ثم أغالوا في فهم العمق النفسي للعالم الإسلامي وأضحت لديهم خبرة وسعة كذلك في النفسية الغربية ومن هذه المقارنة بين النفسيتين بنوا خططهم في تحقيق أهدافهم ففي هولندا كان سبينوزا قد نشرت روحته في الأخلاق فأدخل في الضمير المسيحي العناصر الثيولوجية المستمدة من كتاب ابن ميمون مرشد الضل فابن ميمون أرد أن يفكر اليهودي بكلام إسلامي فيما تلميذه سبينوزا أرد أن يؤمن مسيحيا بأرشاد يهودية لكن أمرا غريبا في هذا المسيحي الذي خرج من اليهودية إلى المسيحية فهو لم يتعرض لليهودية التي أنكرها بل تعرض للهجوم على الإسلام فمن ذا الذي يقول يوما أن الأخلاق الذس بنوزا هي التي سوف يبنى عليها من اللشة النفسية ضمير عصر استعماري أذنت به نذره ونتابع إذن خطوة خطوة مسار اليهودي وشرطه الأولي في الأولوجي إلى عمق أوروبا وصولا إلى سدة قيادته الحالية وعلينا أن نفسك بالمراحل الخاصة التي سوف تقوده يوما إلى حضيرة أسلافه إلى فلسطين وهو اليوم الذي عرفه جيلنا إذا اعتبرنا الأوروبية رجلا يتميز بالوسطة وديناميكية الحركة فذلك لأنه عطفي وله حساسية نحو الجمال لدرجة العشق والانفعال بالأشياء التي تجسده أكثر من معناها الأخلاقية هذه العواطف بلغة الحيوية في نفس الأوروبي لها في القلب خفقات تضفع للأشياء معنى الخير والشر دون الوقوف على الأسباب والمعاني الكنيسة الرومانية عرفت كيف تبني أليتها اللوتربي على وقع هذه النفسية البسيطة فاعتمدت الغناء في صلواتها والموسيقى هذا العالم الذي وصل إليه اليهود كان اليهودي أمام الضمئ المسيحي تقدمه شيئان متعارضان فهو أولا القاتل الأبدي للمسيحي ابن الله وثانيا الحامل لوعد الله إلى إبراهيم وذريته فقد صرح كل من المسيح وجيرين بانتظار وعد الاختباء اختيار الإلهية وقد امتد إلى القديس بولس من نقطة أخذت مدى واسعا في تداعيتها كما جاء في رسالته إلى الرومان وذلك عبر السؤال الذي وجهه إليه المسيح في رؤياه لماذا الذي اعتمده الفكر البولياني في النهاية كان لابد أن يتم التنصيق في كل شيء بين هاتين النقطتين من التلاقي بين البوليانية وفعل اليهودي أسخريوت لذا بات على اليهودي العيش أولا ضمن شروط تتناسب وعدم المساس والعزلة لذا سيعيش منفردا في القيتو ولم يكن ذلك لينقص من قدره فليهودي ليست لديه وراء علاقاته العائلية والعنصرية مشاعر وإنما هي أفكار وبرامج وفي إطار أفكاره وبرامجه لا يبحث عن وطن جديد بل ينصرف في النهاية إلى نطاق يتصور محيطه وعنصره وذلك لا يبخص من قيمة هذا الشعب ذي الرقبة القاسية كما وصفه الإنجيل فنفسية اليهودي المعقدة تفاجئ التحليل السطحي الذي يقف عاجزا عن التوفيق بين معطيين متعارضين في نفسيته تكبر مغير حدود وقدرة لا تحتمل على ابتلاع الإهانة والإذلال لكن القيتو إذا كان لا ينقص من قيمة اليهودي في سائر الحالات هو بين يدي شعبه فإن واحدة من الأسباب التي كانت الأساس في تحوله عن الشرق هو التراره للإنغمار في المجتمع فاليهودي في بكين أو توكيو مثلا لا ترتاح نفسيته إلا حينما يصبح بينهم غير معروف النسب والعنصر فإذا اتفق أن التقى أحد مع يهودي التقاه صدفة في قطار فتخصم معه وقال لها يا يهودي فهنا يغير اليهودي الموقف نحوه ويصبح رطيفا وقريبا باختصار إنه لا يريد أن يكون معروفا ولا متعرفا عليه مجددا في كل مناسبة هذا الطبع النفسي هو أصل مفهوم الشركة المغفلة أن نايم لدى عالم الاجتماع والاقتصاد كما أرى وأعتقد أن هذه هي الحقيقة التي لم يشر إليها عالم اجتماعنا واقتصاد معه فاليهودي لا يستطيع الاندماج في مجتمع أوروبي إلا وجوده مغلف بالغموض واللغة والأسطورة والمسيحي الذي يراه مصادفة يمارس غريزيا إشارة الصليب التي تبعد الروح الشريرة فاليهودي يعرف بأنه محاط بالكراهية الصامتة والغارزية سواء كانت الكراهية من الشعب أو من الأمير لذا فهو يوظف حياته ونشاطه لمصلحة الجيتو الذي ينتمي إليه والذي يجد عنده الأمان والخصوصية لذا إذا كانت لسيتي في البداية وهي الجيتو كنموذج فقد أصبحت شيئا فشيئا في قلب لندن وعقل أمة ومرجع الإمبراطورية بما يضاهي باكينج هامو يزيد وقد أغسس أول تنظيم لمستقبل الإمبراطورية عبر بنك بريطانيا ولأن الشعب سيقذ مزاجه مع النعدة في جمالية الحضارة كما تطور ذوق الأمير منذ الحملة الصالبية نحو الفخامة في الأشياء والجواخر فقد انتهى الجميع زبائنا الجيتو وقد توفر لديه كل ما يرد الذوق والروح وهكذا السعاد اليهودي عبر علاقاته التجارية ما يفق عزدته شيئا فشيئا وانطلق يندمج في الحياة الوطنية كان على اليهودي أولا وقد عرف طبيعة الأوروبي في العمل كرجل ريد وسريع التأثر وقلبه يفيد شفقة أن يبدأ ليحقق أول ثورة في أوروبا على التقاليد فأمام شعوره بما غلف وجوده من نظرة ريبة واحتقار في عيني المسيحي بدأ يطرح في أحساس الأوروبية أسطورة اليهودي الهائم على وجهه بدلا من صورة يهودي جشع ووثني كافر دني وقاس تبعث على الإشمازاز وهكذا انتقل إلى صورة عاطفية تستثير الشفقة والخير تجاه اليهودي الذي يحيم على وجهه جزاء خطاياه لغير مستقر كانت هذه أسطورة اليهودي في الشتات في غابر الزمان ولدت عبر الأجيال والجدود كانوا يقصونها حكايات لأطفالهم الصغار يثيرون فيها المصير المؤلم مصير ذلك الفقير المتسكع الضاع ومع كل إطلالة جيل كانت تدول هذه القصة في ذاكرة الأطفال والذي يرويها يضعها بالمعيار التربوي دمن تقاليد أوروبا المسيحية في العطف على المشردين والفقراء وهكذا وصلت هذه الدورة من تتبع الأجيال إلى القرن التاسع عشر وأعتقد أن حركة أوجين هي التي وضعت حولها الكلمة الأخيرة لقد كان هذا هو المعيار الذي وضع اليهودي في تقاليد أوروبا في مراحله الأولى هو نزعة الشفقة والرحمة الأوروبية الفصل الثاني صورة اليهودي كمحور في تطور الحضارة الغربية 1- اليهودي المثقف في أوروبا العصر الوسيط كانت الحياة الفكرية من اهتمام الكهنة ويحتقرها النبلاء حين لم تكن الحياة الفكرية في مدى نشاطهم واهتماماتهم وهكذا غذت الأديرة هي المعنية بالشأن الفكري بصورة الرئيسية لكن مع نظام المدن برزت وجوه كبيرة من علماء النحضة لقد كانت للسعادة النحضة لدورها مع بروز البرجوازية تدفع نخبة جديدة من البرجوازيين أي نخبة خارج نطاق الكهنة وقد بدأت تأخذ سبيلها فالأفكار المتدولت بين اتجاه وآخر في القارة الأوروبية احتدمت نقاشاتها في ليدن واسلامينك وجينيف مع سبينوز الذي نقش كتابه الأخلاق وقرئة مونتاين كما استشير نستردان ففي كل ميدان حتى ميدان السحر والعرفة كانت النحضة تبرز إزماً يهودياً أو وجهاً يهودياً في مقدمة الوجوع ولسنا هنا في معرض بيان مفصل عن تاريخ مساهمة اليهود في الأفكار في أوروبا يكفي أن نشر إلى الفوائد التي جنتها الطائفة اليهودية في هذا الإسهام فالشعب اليهودي هو الوحيد الذي عرف كيف يجمع نشاطاته في هدف واحد هو تنظيمها الداخلي بمعنى أن يخذف مختلف الإنجاز في خدمة الهدف النهائي الذي يصع إليه مجتمع جيد التنظيم وهنا ليس بالضرورة أن يواجه كل فرد يهودي نشاطه نحو هذا الهدف بالذات بل المجتمع اليهودي من خلال تنظيم دخلي يدفع بنشاطه نحو هذا الهدف ففي جماعة تتأهب لولوج عالم جديد يصبح الضمير في البداية حسن مشتركاً يقود اليهودي لبلوغ القمة وفي هذه المرحلة يتوزع الحس الفردي لذي اليهود ليأخذ من عمله مواقعه وتبقى الجماعة ترد أنشاطه في بلوغ موقعه المتقدم في ريادة أهله وجماعته في النهاية فالهدف هو تجميع الطاقات المختلفة وفي مسار تجمعه غاية واحدة حتى حين يكون عمل اليهودي فردياً فإنه يصب بطبيعته في صالح المجموع كصائغ أمستردام مثلاً إذا ما قدم جوهرة فنية إلى نبيل المسيحي برجوزي فهذه مبادرة تحسب نتائجها في مصلحة الطائفة بأجمعها فاليهودي في هذه المجموعة كمجتمع سواء تتساوى فيه خواتره أو مبادرته مع مصلحة الطائفة بأجمعها فهو يرى نفسه في مجتمع كشركة سرية لها مكانتها في نشاطه وتضطره أن يفكر ويتنبأ مسارها المستقبلية كحالة سبينوزا مثلاً الذي كان عليه فعلاً أن ينظر بما هو أبعد من عصره في كل ما يقتضيه ذلك من مواجهة الإسلام وهذه الفرضية تثبت وتؤكد ما سيكون فيما بعد من تحديد مركز اليهود المتضامنين طيلة عصر الاستعمار الذي كان قد بدع وإذا محللنا هذه النقطة لزمن سابق عليها فإننا نراها تتعلق بمساهمة اليهود في تكوين الأفكار في أوروبا وعلى الخصوص فكرة الاستعمار إذ نجدها ردة فعل خاصة في العقلية اليهودية أشرنا إليها قبل وهي ترتكز على الكراهية لكل ما هو آسيوي وهي ردة فعل مزدوجة الكراهية لآسيا والإسلام معا لقد كان اليهودي شاهداً لظهور هذا الدين وقد احتكى بالعالم كما ذكرنا وكذلك بالحضارة الإسلامية لكنها بالنسبة إليه لم تكن تجربة خاصرة فقد استخلص من خلالها على الخصوص النتيجة تعرف منها أن في أوروبا ومن خلال الوسائل التي يملكها استطاع أن يحاقق فعالية نفوذ لا يستطيع مثلها في العالم الإسلامي على العموم إلا إذا اتخذ الدسة الخفية وأسيلة ويبدو ذلك بيناً حينما وصل الإسلام إلى أوروبا وأصبح فيه معنياً بالوعظ والإرشاد في قومه إذ بدلته منذ ذلك الزمن مصاعب كالتي كان يولقيها اليهودي من قبل في أسيا الإسلامية ولا يستطيع تخطيها هذه النقطة أداءت له أكثر من درس في التاريخ الرسمي لليهود وهكذا برز الرد فجأة من جوف الظلام على ما هو كفاء هذه المصاعب التي برزت أمامه في ظل العصر الإسلامي في الأندلس التي أشرنا إليها وهما إناست الوليلة وبيار وير وهما شخصيتان مؤهلتان تماماً وكانت الشخصية الأخيرة إنياس قد تولت بالإضافة إلى إبادة المسلمين إبادة اليهود أيضاً هاتني شخصيتان وهما تقومني بإبادة المسلمين عبر محاكم التفتيش كانت على غير عن بما بات نقطة رئيسية في النفسية اليهودية أي العمل الذي أصبح متدولاً باستخفاف في عصرنا حين قامت أمة متخدرة بذبح بعضها بعضاً وبدم بارد رغم وحدة الانتماء للدين من أجل تحقيق نصر ملائم في لعبة الحرب والسياسة أولئي هم اليهود الذين علموا العالم المتحدر نزعة المولوشيزم حتى غدت مذبحة محاكم التفتيش التي تناولت بعض اليهود في عملية إبادة عما ليست شيئاً هاماً إذا منظرنا للأمور بنتائجها البعيدة فهذه الواسلة حالت دون مشكلة خطرة في تلك المرحلة من شأنها هز الضمير المسيحية وسؤالنا يبدو هنا لماذا ذبح المسيحيون المسلمين الذين يعظمون السيد المسيح ويجلون السيد مريم في حين أن اليهود يكرهون في تعليمهم جميع القديسين المسيحيين ومع ذلك فقد جرى الاحتفاظ بهم والجواب الذي ينير الحقيقة بسرعة أوضح والتي يجعلها التاريخ الرسمي هو أن المجتمع اليهودي تم الاحتفاظ به لبناء أفضل العلاقات المستقبلية وفي ليب الثاني ملك إسبانيا استخدم أفضل رجاله من اليهود حينما وجد مجال لينقل عبرهم أمواله من مدريد إلى لندن أو هولندا ومن هنا بدأ المال اليهودي يؤدي دورا عالميا ثم إن اليهود من دون ذلك كله ليريدون الإسلام ولا المسلمين في هذه الأرض أوروبا التي رطب فيها كل اهتمام ليكون وسيرة سياسية عالمية عرف أحسرون بدون شك سائر قواعده وأشكاله التي تتجلف الرأسمالي الاستعمار والعنصرية وفي النتيجة إذا كان اليهودي قد انخرط في الحياة الثقافية التي ازدارت مع أصر نهضة الأوروبية فذلك ليس سوى نزعة هواية للجمال إذ اليهود عرفوا دائما الجمع بين المفيد لهم والجميل فالمفيد هو من أجل خروج اليهود فورا من عزدتهم المعنوية داخل أسوار الجيتو أما المدى البعيد فهو إدارة هذه الحياة الفكرية الوليدة بكاملها والتي ولدت من جماع نسغ قوة الحضارة الحديثة وهي تطرح إنتاجها للذين يهزون نخلتها هو المجتمع الأوروبي الذي فتح أبوابه لأولئك اليهود البؤساء والمساكين مع زياد عددهم عليه من يحتلوا الآن المكان الأهم في الحياة الثقافية والفكرية إثنان اليهودي المواطن هذا المجتمع الأوروبي حيث المال والشفقة والتفكر قد أخذ دوره عمليا لكن اليهودي ما يزال قابعا في الجيتو يقبل الدخول في المجتمع لكنه لا يقبل المسامحة وإذا ما أتيح له أن يترك لنفسه حبل الاندماج أو العاشب وساطة في غمار الجمهور فإنه يضيع فيه ويفقد امتياز خصوصيته لكنه لا يقبل أن يصل إلى درجة البرجوازي القويهم الذي يقدم يد ابنته ليهودي بلغ الثراء كما لا يقبل بالمقابل أن يقدم يد ابنته إلى ذلك الثري لأن بعض اليهودي يحرصون على التفكافؤ في الزواج بينهم وهنا لا يرغب اليهودي في تزويج من هو أقل شانا ومركزا منه ولا يتلأم مع خصوصياته وأفكاره وعاداته ومن أجل أن لا يبدو هذا التكافؤ أمام الضمير المسيحي طبقة أعلى حسبا ومقاما في الخصوصيات بين اليهود كان يرى الحل في دفاع أوروبا نحو هدم حواجز التقاريد فيها كما رأينا بثورتين إحداهما ضد التقاريد والأخرى ثورة في الحياة الفكرية والثقافية وذلك ما دفع أوروبا لثورة سياسية قربت معاهير التراتبية الأوروبية وكان ذلك لمصلحة اليهود وإذا كان الشعب في أوروبا مزاجيا مستسلما لقوى غيبية من التشاؤم والتطير أو التفاؤل أميا عفويا في عنق تكوينه التراتبية فإنه بكل حال أوروبي نشيط وشريف وللأمير مقامه كفارس فخور بعصره معتد بدمه للدرجة لا تقوى عليها الدسائس لكن ثغرة في حصانته هذه يمكن عبرها أن يؤتى من خلفه هاتان اللوحة ذوات دلالة تتيح لليهودي بلغ ما يجول في خاطره من فكرة أساسية هي رفع مستواه بأن تسوى هذه التراتبية أرضا ليتخله بلغ القمة في المجتمع الغربية إذ رغم حاجز الأمير ومقامه السامي الذي لا يغريه المال يمكن من ثغرة في هذه الحصانة أن تجوز الجذور ذلك أن صرابة هذه الحواجز في بنية المجتمع الغربي قد اعتراها شرخون أو نقطة رخوة فالشعب كان قديما في مرتبة العبد للأمير لكن غارات الفرانك والنورمان حقق تحريرا ما من تلك العبودية وقد أنقص ذلك جزء من السلطة المطلقة للأمير صحيح أن النفوذ اليهودية كما هو باد في سيتيرغيت الأول قد أضحى له المقام الأول في إنجلترا لكن الذي في الجانب الآخر هو الأساس لأن الأمير الحامل السلطته المطلقة وعبر هذا الشرخ في المجتمع الغربي قد تركت اليهودية يدعو فيها خلصة عبقريته التي تبدت في ثورة كرومويل التي كانت الزاوية التي جمدت المجتمع البريطاني كتلة واحدة على السواح وعبر هذه الكتلة عرفت كلمة ديمقراطية ولم تكن بعد قد لفدت كمفهوم تعبر عنه الكلمة لكن سائر الأفكار التي تم تدولها قد انتهت في سائر الأعمال ومن هنا أضحى من الواجب فهم الأشياء على ضوء دراما عصر الحاضر فمن أجل صنع ثورة فالأمر ليتطلب سوى تدول فكرة شريطة أن تمسك ببنائها ثم تعمل على توفير الشروط المادية والنفسية لهذه الثورة كي تنفجر وإلا فسوف تنتهي إلى لا شيء وهو أساس الانهيار السياسي ثم العسكري لألمانيا المحتلة في أوروبا لفقدان ثورة هذه الشروط ويمكن عبر هذه الأساس فهم لماذا لا يستطيع أي حزب أن يسحب اليهود من أوروبا مدام أنه في حوزتهم الوسائل المادية والإديولوجية عبر هذه الوسائل المحكمة جرد اليهود حملتهم المضادة في جوانب أخرى حياتية يمسكون بزمامها في المال والاقتصاد وهي شح المواد الغذائية والغلاء في الأسار مما يجعل الحياة معقدة في كل صعيد حتى من اللوشة الإدارية وكان هذا هو الإعداد الجيد لصنع ثورة وإذا ما أبدأ أحد استغرابه فسأل بأي إمكانية وخبرة يستطيع اليهود هذا كله فالجواب يضيع في الظلام مغفلا من أي مرجع رغم أنفي وذقن السلطة والأمر نفسه لو تساءنه من صنع الثورة الفرنسية عام 1789 لا يوجد أحد من الفرسان ولا النبلاء إلا ويعرف ولا مؤرخ ولا يحمل في يده الوثائق لا تثبت دور جانجا كروسو والإنسيكلوبيديين في قيام الثورة وإذا ما سألنا حتى المواطن والمواطنة من الذي أخذ القرار بهدم القصيل فسيقولون جميعا هو كل من أراد أن يعبر عن أفكاره الخاصة ومواقفه عدى الذي جاء من اليهود فقوة هذا الأخير على وجه الدقة هي التي صنعت الثورة من دون الثوريين الذين لا يعرفون أي تقوة في الظلام دفعتهم وكانت هذا هو المعول الأخير في هدم الباستيل فهل كان ميرابو يعرف أكثر من الآخرين؟ أنا أشك في أن هذا الخطيب لم يحمل معه الفكرة من ألمانيا من صارونات الرماسيح إذ رأى نور كتاب الشعر اليهودي هيين لاجونغ الوار وهو تمام الزمن الذي رأت فيه نور الفكرة الرئيسية للتصريح بحقوق الإنسان والمواطن هذا التصريح أعد على الخصوص أعلانا لمواطنيه اليهود ويجب أن نشل إلى أهمية حدث كهذا في بلاد كالجزائر حيث الأندجان القابلين للاستعمار والمستعمرين كانوا يطالبون دائما بالمواطنات التي تزيح لهم التصويت مع المستعمرين وأسوة بهم وإذا كان أمكن تصور إعطاء الحق نفسه لليهود فإنه يقار لنا نحن الجزائريين بصوت عالا اليهودي ليس لديه مشاعر خرج وسطه وعنصره فهو لا يفتش خارجها أما الصداقة فهي أدنى السبب في البحث عن المواطنية فإذا كان مهما أن يصبح مواطنا فليس ذلك من أجل أن ينتقب بل من أجل أن يعمل في إطار المجتمع فيختل لنفسه أن يدعى ديران دوبون إذ كان اسم ليفي يزعجه حتى لا يوسم بالغيتو بين السكان فيأشف دوره الخفية أو حامل النجمة صفراء وعلامة أخرى تميزه بل يغور غير معروف في عموم سكان المدينة فإعلان حقوق الإنسان والمواطن كان لازما في إطار خطة العمل اليهودي في العالم وهو الأكثر آمية إذا معتبر في فرنسا في مستوى القانون كي يعمل في ظلح من خلال هذه الصفة المواطن كان اليهودي قد أخذ من سأر أوروبا بعد لون الأرض التي يعيش فيها ولن يسمى أحد بعد ذلك باسم ديفيد إسحاق إسرائيل بلد إسرائيلي أو بنهايمر أو فرانسيس دكروايسي هو الجد اليهودي الذي أنهى أيامه بهدوء في أخر جيت قرب مقد النار في لين بارد وهو يصمر مع أطفاله الصغار يتأمل التفل مارسيل والصغير كينات هم يعبثان بلحيته الأبوية ويحلموا بالطريق المرسوم لمسارهم إنهم في أوروبا الآن ولم يكونوا مغررا بهم فأوروبا مستعدة لتستقبل الجميع من أجل سعادة كينات وريادة مارسيل المعلم لبوتخون ستكون كلمة الحديث بالنسبة لليهودي لا معنى لها لأن اليهودي كالأشياء الثابتة مع الزمن عمر لها لأنها لا تتغير أبدا فاليهودي الآن أصبح مغاطنا قد نزع عنه اللحية واللباس وكل ما يميزه كيهودي لكن أفكاره هي نفسها على مر الزمن إنها السمرر يوم هو أحد حلقاته الأولى وقد رأى مسار اليهودي الأول إنه هو الجد الذي كان قرب مقد العائلة في عشية يوم بارد بين أحفاده يعرف موقعه وقد أدى دوراه في حلقة هذه السسلة منذ أول خطوة في الحياة يسر به عنصره ويقوده إلى بلده القديم الذي لا ينسى لذا فهو يعرف أن العمل الذي يقوم به كبير وبقدر ما هو كبير في العمل الذي بقي لمتابعة بلوغه إلى محطة نهائية كبير أيضا وإلا لا معنى لما يقوم به ومع ذلك فما قدمه أباؤه قد مهدناه السبيل حين تخلص من عقدة النقص ودونية أبائه ولذا فعمله سوف يبدأ عبر أي ميزان عالم أبائه الذين ولدوه إنه ميزان القوى والإمكانيات ثم الصعوبات في طريق الانتصار عليها فالطفل سيشعر أنه ليس إنسانا عاديا فهو ليس اليهودي المبتدل الأندجان الأهلي كمجرد كوييم بسيط عامل من أجل يومه بل وعلى أكثر من أجل مرحلته فاليهودي لديه أفكار لتحقيقها مواقع مدقعة وبرامج لها محطها في مقاسدها البعيدة لذا فالبرامج تتجدد كلما برزت عوامل جديدة مع التاريخ حين تغيب أخرى وقد انتهى دورها واختفت وإذن فالأمر يتطلب دائما البحث عن ميزان حاضر وملائم لعالم جديد فالآلة من الوجهة التجارية جاءت ترهيص بعالم التكنولوجيا وهو عالم المعاقد يتطلب اختصاصا ثم رجلا يتطلع إلى مهنة يتعلمها ليصبح مؤهلا أو عاملا في نطاق التكنولوجيا ليصبح مهندسا متخصصا وإذ هم من الجوييم الأذكية فاليهودي يستأشرهم بأفضل الشراط سواء منهم العمال والمهندسون لكن اليهودي يختار لنفسه في النهاية رأس العرم فهو المعلم لوباتخو صاحب العمل أولا ويمكن أن يكون هو نفسه مهندسا أو مؤهلا ذا كفاءة ويعرف مدته لكنه سرعان ما يجد نفسه مدفوع من القوى كافة ليقود مسيرة عنصره نحو أوروبا ليكون فيها صاحب العمل أو رئيس عمال يستاجر الأيد والكفاءة لدى الأوروبيين من حوله ليقودهم وهو في مجال الصناعة سرعان ما يجد نفسه في دور الرئيس أو في قمة الهرم لأن الصناعة ترتكز على التمويل وعبر التمويل يصبح هو الأقوى نفوذ ولوسع شبكة في علاقات البيوت التجارية في العالم لشراء المواد الأولية وبيع الإنتاج بأفضل الشروط فصاحب العمل اليهودي لوباتخو رأى أسير البنوك التي أنشأها جدده في كل مكان وهي دائما خلف تقدمه فلدي أبناء هم المؤسسون سواء كانوا في باريس أو لندن وأخرون في برلين ومن ثم آخرون في نيويورك فمورجيو في سيتي وهو ابن عم مورغان في ووستريت وراتشيل باريس هو ابن عم راتشيل لندن واشنيدر دي كروزي هو ابن عم شيفر في نيويورك وفي كل مكان لديهم أبناء عم ولكل منهم اختصاص فروكفيلر هو ملك البترول وواحد من أبناء عمه لابد أن يكون ملك شيء آخر فمن يجهل أهمية رأسمة لأبناء العمومة هؤلاء الدوليين وهم على رأس الإمبراطوريات الاقتصادية وعلى كائلهم تبنى امتداداتها ففي عام 1912 تقريبا اعتقد فوردن الذي القدرت على اكتشاف تلك السلطة الخفية واتفتح نفوذها الذي امتد إلى أمريكا بكاملها لكن بدأ له في النهاية مدى جهله بقواتها الحقيقية التي شاء محاربة سلطتها وتبجحها وتكبرها لكن كهال الكبير سرعان ما أشرع سهمه تجاه هذا الخارج عن تبعيته من القويم الذي استسلم حين رأى نفسه دون مسوى هذا الهجوم مما اضطره إلى أن يقدم اعتذاره علنا للشعب اليهودية ففي كل مكان من أوروبا المتحدرة هناك مستعمرة بإدارة يهودية ففي فرنسا مثلا القطاع المالي هو لبانك هولندا وهذا يعني روتشلد أما قطاع المود الأولي وهو يشمل المناجم والنقل فنراه تحت إشراف شنايدر أما قطاع الانتاج للسامري بما فيه البترول والكوتشوك كذلك من القمح إلى الموز إلى ورمز فإنهم جميعهم مرتهنون لشركة رينو المنتجة الأكبر للسيارات حتى بدت في ذلك كله رب العمل لها جميعا فأوروبا أضحى تنظيمها الإداري تحت إشراف يهودي لقد أفلست شركة فورد ودفعت غاليا ثمنت دعايها القيام بدور المعلم الأكبر في صناعة السيارات وفي بريطانيا فإن في أتاكوين بدت أكثر ذكاء حين عرفت حدودها فلم تضع نفسها في مرتبة المعلم الكبير أو المعلم الثانوي فالإنجليز فهموا أنه على الجيل منافسة اليهود في نطاق إدارة الأعمال وغد أبناء العائلات في بريطانيا وبرزون في نطاق إدارة الأعمال في المؤسسات اليهودية ففي الزمن الغابر كان التسامح يشري على هامش المجتمع الأوروبي وكان اليهود عبر هذا التسامح يتسربون إلى داخل المجتمع لعوامل الشفقة بهم والرحمة أو الزمالة الثقافية ثم أخيراً للمواطنية ليبلغ مقاصدهم حتى أضحى اليهودي في النهاية المعلم أي رب العمل الذي يعمل خلف قناع النظام الاجتماعي الأوروبي الذي خبره في العمق حتى آخره ليعتفذ بتراتيبه هذا وفي الوصول إلى هذا المقام يكون اليهودي قد أضحى في عمق النظام الاجتماعي الأوروبي وقلب كل تراتبية فيه إنه الآن اليهودي الذي يستقبل بكل تكريم واحترام ابن عمه في العائلة البريطانية كمدير لأعمال الأسرة المالكة وهو يجد فيها سندها لمهمات ومراكز في النطاق الإمبراطورية البريطانية لقد كان جده من قبل يريد الارتفاع إلى مستوى المساوات والديمقراطية في المجتمع الأوروبي لكنه الآن اليهودي المديرن وقد وصل إلى مستوى في اتجاه المعاكس حين أضحى طموحه على رأس التراتبية لذا فالمساوات الآن أصبحت تقتضي أن تتهود الديمقراطية عملية لتحقيق المساوات من جديد ولا يعني ذلك الدخول في اليهودية كعقيدة دينية فاليهودي لا يتسامح مع المؤمنين الجدد لأنه لا يريد له شركة إنما من حيث التعامل في الأفكار الجارية فإن خلفية اليهودي الفكرية هو أنه يريد على من يعمل بجد في سبيل امتيازاته ومصالحه إنه الآن يجد نفسه اليهودي الذي يفكر وأوروبا هي التي تعمل فالمجتمع الأوروبي أصبح مقتصراً على المدجين الرجل الذي في يده سرفيات هو ملفات على مكتبه والرجل الذي بيده سوادته هو منصرف باكراً إلى عمله فالأول مدير أعمال موظف ونائم في المجلس الآخر والثاني عامل يعمل لحساب سواه يصيقض كل يوم مسرعاً إلى عمله وبيده زوادته فهذا المجتمع الذي يعمل بكامل طاقاته لمصلحة اليهودي أصبح أخيراً يفكر مثله ويعمل من أجله وقد يتدري فوسلسة واختباراً لمدى يهودية فرنسا والكاتب الفرنسي دورمونون في كتابه فرنسا اليهودية لفخونس جويف في نهاية القرن التاسع عشر لم يكن يدري إلى أي مدى يعبرهن عن الحقيقة فهذا الكاتب السياسي الصريح والصليط بدى في النهاية وكأنما هو نفسه أصبح يهودياً حين وقع في الفاخ نفسه فمات متزوج من يهودية لقد جاءت الآن الصحافة في الوقت الملائم لتنشر على العالم كله الأفكار التي تريد في الهيكل الكبير من لعنة الزمن أو من إرادة شيطانية فإن عمل اليهودي يبني وبذور تحدمه في تضعيف بنائه فليهودهم الذين ابتدعوا هذا العالم الرأسمالي وإذا غدا شيوعياً ووطنياً واشتراكياً فذلك لأنهما جملتان مختلفتان لجرد فعل واحد وهكذا أصبح العالم متهويداً لكن اليهود رأوا أنهم استعجلوا نتائجه هذه بما ليس في خطتهم حينما وصل تطوره الطبيعيه وهكذا بدى وكأنما اليهود ضد عملية التهويد هذه فعمدوا إلى تحويل طريقها بما سرع إليه ماركس فماركس كان أول من خرج بفكره عن مساره الأساسي وذلك قبل أن تستعمل هذه الكلمة فعمله ولد من شعور خفي وكأنما يحفظ على الرأسمالية في سبيل عنصره وهكذا عمد اليهود إلى ثورة الروسية أو الثورة الهتلرية بعد ذلك خرد تفعل ضد الرأسمالية كما أشرناه لقد رأى ماركس أن ثم تخطر يداهم إمبراطورية عنصره وهكذا قيد المسار عندما طرح كتابه رأس المال كمعيار عقدي كي يضيف إلى الرأسمالية نتائج في مصلحة مملكته اليهودية فالماركسية في الأساس كنظام جاءت تبطئ بالثورة القادمة لأوراد تتصل بالمصالح في المملكة اليهودية منذ السابع عشر تشرين الأول أكتوبر 1917 فإن حزب الثورة الروسية أصبح يدار عبر اليهود تروتسكينيين وما هو أكثر ذلالة تلك الخطة الخماسية الأولى التي جرت تصويت عليها عام 1925 بأجل تصنيع الوطن الصوفيتي لكن التمويل جاء من الرأسمالية اليهودية من وارستريت وهنا ينشأ التساؤل التالي أفكار مورغان شيفر مدير وارستريت من البلادة في العمل المصرفي حتى يمويل الصوفيات الجدد في الخطة الخماسية بغير ضمانات أم أن هذه العملية هي تمويل استثماري للبنك بكل ضماناته المصرفية لم يفكر أحد في طرح هذا السؤال الذي نحاول تحليله هنا لأنه ينفذ بدقة إلى عمق العمود الذي سيطر على عصرنا من البداية لابد أن نؤكد أن أستريت قد أخذت الضمانات اللازمة من التروتسكينيين ورفقه الذين كانوا على رأس الاتحاد الصوفيتي ولا تنتظر منهم وقد ذهبوا تفسيرا لهذه العملية الكبيرة الهامة التي بلغ مجموع عام 125 مليار فرنك فرنك فرنسي عام 1925 لذا علينا أن نبحث عن تفسير هذه العمليات المالية الهدامة في مفتتح الثورة الصوفيتي عبر مستويين مستوى عام ومستوى خصر اليهوب أما على المستوى العام ففي عام 1925 كانت البلاد الغربية الرأسمالية المتحدرة قد أنهت عملياتها فيما فوق التصنيع وقد أصبحت الصناعة أمرا واقعا في بلد أضحى تقسمه كل رجاله أي الموديلون وراء المكاتب والعمال الأجراء الذين يحملون زوادتهم إلى عملهم وكان هؤلاء جميعا في المدى النهائي سيصبحون في قليل أو كثير الماركسيين بمعنى أنهم من الفريق الذي يتأهب لما يسمى المساء الكبير وذلك قبل أن يستولي مفهوم المادية على العقول والأفكار والتعامل في سائر أوروبا فالماركسية اعتمدت على الإيديولوجية المادية وهذا يعني أنها نفية لكل إيديولوجية في هذه العبارة بدرست في الفكر الخطة الماركسية في التعارض الأساسي بين الماركسية وكل فكرة دينية وبالخصوص المسيحية والإسلام ومؤد هذا أن الإيديولوجية الماركسية تد كل رابطة ترتبط بعروة غير تلك العروة التي يراد شد وثاقهم فيها فقط وقد أصبح هذا مفهوما في تلك المرحلة بالخصوص ففي حال تمام هذا الوثاق الجديد في العالم المتحضر فإن سائر النظم التربوية وسائلها وهي الكتاب المدرسي وكتب التاريخ بصورة رئيسية ودور النشر والسينما والراديو وهي كذلك جميعها يهودية وفي ظل حرارات كهذه على الخصوص العشرينيات والثلاثينيات فإنك ستنحول الاعتقاد بينك وبين نفسك أو يبدأ الشك في اليقين الذي أنت عليه أما الذين هم أكثر صرابة فهم قل جرارا لكن محدثك الذي يشيع حولك هذا المناخ المادية إذا أنت استشعرت في هذه المكاشفة ريبة فسوف يدهش كان الرلول الذي يدعو إلى المادية وترك الإسلام أو المسيحية هو متمسك لشعوريا برابطه الديني سواء كان الإسلام أو المسيحية لقد كان الجو في تلك الفترة طاغيا ومرددا بكثرة وإلحاح عبر الوسائل المسيطرة حتى لو أن سبينوزا عاش في هذا العصر الذي طرح فيه هذا السؤال لا اختردون تردد المادية كدين ظاهر وباختصار المساء الكبير جاء واليهودي يرى العالم يسير بردع منه نحو الخطط الصوفيتية أما في المستوى الخاص فمهما بدأ من المبادرة الرأس مالية في وورستريت من تمويل الخطط الصوفيتية فإنها تعني عمليا عمل هو مراحم اليهودية وابتكارها وذلك هو ظاهر المشهد إذ نرى في النهاية أن أول بلاد أضحت شيوعية هي روسيا وهي برد ليس فيه رأس ماليون يهود ويحود أمريكا أرسل رؤوس أموالهم لإقراض الدولة الصوفيتية وفي ضمانها تحت توقيع تروتسكي عبر وورستريت التي لا تثمر أموالها بسهولة في برنامج الخطة الخمسية الصوفيتية وهكذا يتخلون عن أموالهم لتمويل خطة ثورة لكن صندوقها خون جيشها عدو وقد اعتمد الأرض المحروقة فالإقراض في خطة خمسية أعشرية بضمان الدولة الصوفيتية وفي نهاية الحساب سيبقى رأس المال اليهودي وحده ومرصدا في مصلحة ثورة ضد الرأس مالية وهكذا تغضو لهم وحدهم وحدة الآلة الرئيسية في روسيا لعصر عاد بناء ما فوق التصنيع دون أن يكون لأي من الكوهيم سنت واحد في مال وفي النهاية ملك الدولة وهكذا أضحى جميع دول الاتحاد الصوفيتي مدينة لخمسة أو ستة من اليهود يمثلون المجلس العرى للصوفيات والباقي يتابع المسار وهكذا تصبح الأرض كلها تدار بي بيد تروتسكي من أجل الثورة الكبرى والمساء الكبير وعظمة إسرائيل لكن الأرض كلها في نهاية لله في بداية عام 1937 أو 1938 كثير من الهولنديين غمرتهم الداشة وهم يقرؤون في صحفتهم اليومية بيانا تضمن تذكيرا مرسلا إلى الشعب الهولندي وقد أثار بعض النقاشات حول الأفكار الهتلرية المتدولة في ذلك العصر ضد اليهود البيان كان مجرد تذكير في صاعة تعميم إلى جميع الهولنديين يرجى من الشعب الهولندي أن لا ينسى أن اليهود هم الذين أقاموا إمبراطورية هولندا الاستعمارية فأصبحت الإمبراطورية هي الأبنى فقد كانت إمبراطورية الاستعمار هذه تحت سلطتها مساحة خزان 70 مليون مسلم أكثر مع وفرة في المواد الأولية تذهب جميعا لتطعم ستة ماليين هولندي وقد أثر بعض اليهود ثراء فحشا وهم يديرون هذا العمل المجزي بصورة خيالية كان ذلك تذكيرا بثلاثة قرون حالة أعلنت شروق العصر الاستعمارية وهن تعود اليهود أن يكون أكثر حكمة وتواريا في غمار المجتمع على سواء بين المواطنين كما هي العادة لكي يعلن البيان عن أن اليهود هم الذين أقاموا إمبراطورية هولندا باعتبارهم الرواد في حركة الاستعمار الغربي بصورة عامة في الواقع هناك سبب لهذا الاندهاش الذي عبر عنه المؤرخون على طريقة مراسل الذين لا يرون من العالم إلا ما كان ظاهرا للعيان في برقه يفسق به فظاهره هذا يخفي حقيقته التي تبقى في الظل أو في الصمت فالكنيس العالمي لليهود أعلن الأول مرة بهذا الأسمع بداية القرن الرابع عشر ومع استقرار أسرة روتشلد في باريس ومنذ ذلك التاريخ عصح التساؤل كم من هؤلاء العلماء الكبار يستطيعون إدراك أن تروم ليس سوى صورة وأن باروخ وارث روتشلد هو الملك الحقيقي الذي يسير جمهورية الولايات المتحدة أو هو الميديتش الذي شاء اتباع أثر إمبراطوري فرنسا الثالث لكن لم يكن لديه الوقت ليحمل لقب ملك العرب وهو في المنفع وهكذا حمل اليهود الجنسية الفرنسية وليس العرب بمقتدى مرسوم جريميو لقد كان ذلك كله بأوام روتشلد الذي ربما أرد نوعا من إصلاح ما بدى غير عادل في أصل مشاركيه اليهود الجزائريين في الدين وهكذا نرتقي إلى نقطة في التاريخ الحقيقي للعالم الحديث الذي يعمل في الخفاء خلف التاريخ الظاهر الذي يقوم اليهود بدورهم فيه ويقوم العصر الحديث بدوره في سيطرة اليهود على العالم وهذا يعني كم هم الناس عفويون البسطة الذين كانوا اندهاشهم من بيان الكنيس العالمي في هولندا إلى سائل أبناء الشعب مصدرهما أوحبه ظاهر الأمور للمؤرخين أمثلا مراس حين قرأ العنوان أو عبارة النداء في عموميتها إلى الشعب الهولندي فقد وجه الكنيس بيانه كمرجع وطني باعتبار القضية تتعلق بالشعب في عمومه وأعتقد أن القرأة لهذه السطور سيجد في هذا الإعلان السند الوحيد الحقيقي الذي يضع فجأة المشكلة الاستعمارية بكل عمقع فالنداء كان يهدف بصورة معكدة أن يعمل اليهود ليعطاء الحياة الأوروبية بأكملها صبغة أفكارهم ومؤسساتهم ومن ثم فهم لا يستطيعون أن يجعلوا عملهم وكأنما هم غرباء عن الظاهرات الأساسية لتاريخ أوروبا الاستعمارية لكن من أجل الإمساك جيدا بهذه الظاهر يجب أن يتلاءم ذلك كله مع تاريخ إسرائيل الذي يفسر باستراتيجية في خفيه حركته أكثر من ظاهر تاريخ أوروبا وهكذا تبدو أطروحته كأنما هي مجرد عمل اقتصادي ظاهر في محلة من تطور الرأسمالية في العصر الحديث هذه الصور من تاريخ أوروبا نستخرجها من خفيها لكي نفسرها وعلينا أن نعريها مؤقتة من النزعة الاستعمارية لنكشف الطابع الأساسي وهو معرفة الطابع الروحية إنني أعرف ردة الفعل المفاجئة لدى مؤرخي ظاهرة إذا تحدثنا عن الطابع الروحي لهذه الأطروحة فيما المؤرخون على طريقة مراسل يرون من الرأسمالية شيئا آخر سوى المادة أي ذلك الذي له رانينه إذا ألقي على الأرض فالرأسمال هو بكل حال تعبير مادي ملموس لسيطرة اليهود على العالم وإذا نحن تحدثنا عن رأس المال لكإرادة وتفكير فإننا نتحدث عن روح في وحدة أدائه ومن ثم فليس من نشاز السمع والحديث عن الجانب الروحي للرأسمالية في حياتها الداخلية مادامة هي تفكر والأمر نفسه الحديث عن روح للطروحات الاقتصادية التي يعطيها الاستعمار كل التفسير بظاهرها لذا يبدو لنا نموذج التعميم الصدر عن الكنيس العالمي في هولندا هو الأعمق شفافية من سواه وهو يخاطب الشعب الهولندي وفي بعض الكلمات أثار هذا التعميم التأثير الحقيقي للإستعمار بأجمعه فإذا كان يراد منا نحن الجزائريين معرفة دور بكر بوشناق في تاريخ الجزائر فهذا لا يكفي في موضوعنا في كشف مدى أصوليتهم كما يكشف هذا البيان مراميه البعيدة وإذا استطنين أي معلومات إضافية في هذا السبيل فإن المرامي البعيدة لهذا البيان تكشف بدون مواربة حقيقة دورها بمعنى أن الاستعمار كالرأسمالية هم بعض النشاط العالمي لليهود وهنا فاليهودي يتموضع في الخطة نفسها وليس في زاوية خاصة من تاريخه في أوروبا لأنه هو تاريخها الأصيل فأوروبا بالنسبة لليهودي هي مرحلة وسيرة ترمي إلى التطلعات البعيدة لشعب المختار كما شرحناه في فصلنا السابق وفي هذا الوشي من القضية لليهودي يبتكر وسيرة جديدة للبروليتاريا هي تحريك كل حاملة الزوادة أي العمال الذين يحملون زوادتهم للعمل يوميا ضد طبقة المديرين أي حاملة حقائب الملفات فقد كانت الثورة الفرنسية تتلحص بانتصار حامل الملفات على حامل السيف فمن أجل أن تصاعد يجب أن تنزل أحدا منهما وترفع آخر والوصية الشهيرة قسم من أجل أن تسود هذا الشعار يجسد حقيقة اليهود جدد ميكيافيلي فالخطة إذن مستمرات في تقلب الشعارات والمواقع في سائر مراحل المسار اليهودي الأوروبي منذ اليهودي المشتت إلى اليهودي المتزمت ذي المبادع الذي يهدف بصورة مستمرة إلى تحريك القوى الدنيا تدرأة الاستقراطية والنخبة وهذه الخطة هي الأوفا بالهدف إذا نظرنا إليها في مدى الخطة العامة لليهودي العالمي يسيرها هو جالس في قمة الحرم لقد حاولنا في بداية هذه الصفحات أن نمسك بأطراف بدايات مسار الدياسبورة والتوجهات في شتات وتفرق الشعب اليهودي في العالم إذ ليس غير اليهودي العالمي وحده الذي يؤرخ لهذا العصر فمسار الشتات اليهودي وجد وجهته الآن أمام نوع من ردة فعل الخوف الورثية ضد الشعوب الاساوية تقابلها كراهية يهودية كما شرحنا في بداية هذه الدراسة وهذا الدهان يبدون نوادحا في شعار القرن العشرين في ظن العصر الحديث الخطر الأسيوي الذي أضحى شعار القرن العشرين عبر سائر قنوات الإعلام اليهودية ولكن إذا نحن تجاوزنا مدى ما يعنيه هذا الشعار فثمت خطر حقيقي على اليهودية وهذا الخطر سوف يتعادم في مشاعره مع ظهور الإسلام إذ مع ظهور الإسلام بدأ الشعور فورا يخطط طريق المستقبل في خطة ظهرت نتائجها عقب السقوط الإسلامي خطة ترمي إلى تحقيق موقع اليهود وترأب صدع جماعاتهم في آسيا فاليهود رأوا في العالم طبيعتين من الكائنات اليهود هم الشعب المختار والحذرة وهي التي يحشو فيها موم الجنس البشري الجوييم ولكن قبل ولادة فكرة الثورة البلشفية للثورة العالمية التي أدارها تروتسكي كانت المشكلة هي كيف توضع هذه الثورة في ظل اليهودية العالمية ومن ثم بأي طريقة تحكم بها العالم كان البحث في أوروبا عن الوسيلة الأكثر صيعا والأكثر خصوصية في خدمة مخططاتها وهكذا من هذا المنطلق قد تخلطها بلوتا كما سبقا نشرناه وانتهت إلى فصل أوروبا عن باقي المرتزقة الذين هم من بقايا الإنسانية ومن هنا نشأت هذه الثقافة الأوروبية ذات الخصائص الأكثر عنصرية فالإستعمار لا يستطيع أن يرى نفسه دون هذا المفهوم العنصرية إذ بغير هذا المفهوم للعنصرية فالحرب تصبح مجرد غزو ولكن مع العنصرية فالحرب تصبح استعمارا فكل العمليات الحربية في آسيا حتى في المنطقة الإسلامية الأكثر بعدا كمنطقة جنكيس خان وتيمر لينك كانت الحرب غزو مجرد لأن العنصرية كانت غائبة عن مدارك الغزوات كما هي بادية في مدارك اليهود على العكس من ذلك تبدو الثقافة الأوروبية التي أبدأت بطريق المصادفة أسطورة الجنس العبيد كما سوف تبدع فيما بعد أسطورة العنصر الأري قد حولت حروبها موراء البحار إلى حروب استعمارية ولقد وضحنا بالتفصيل في هذه الفقرات أصول هذه الثقافة التي تفصل اليوم أوروبا عن بقية الإنسانية فالعالم أصبح اليوم مقسما بصورة نهائية إلى طبقات ثلاث اليهود الذين يحكمون أوروبا والأوروبيون الذين يستعمرون من أجل اليهود والأهليون لزندجاء الذين أصبحوا مستعمرين فساحة الاستعمار قادرة أن تجد منتسعها في فراغ طبقة القابلية للإستعمار التي لم يكن اليهود فيها أكثر من أجانب كما يراد إثباته وإذا كان التسع جائزا في هذا الفصل ولا يؤدي فالعنصرية في نهاية التحليل هي المسوغ للإستعمار أمام الضمير الأوروبية ولكنها أيضا أضحت معيار هذا الضمير نفسه فالأوروبي الذي تتملكه فكرة ممتدر حينما ينظر إلى اليهود الصيني مثلا سينظر إليه بالمقابل على أنه الأندجين الأوروبية ومن الطبعي أن هذه الحالة من الفكر هي الأكثر شدودا وقد نفذت إلى هذا المفهوم من خلال النظام التربوي الذي تدور حركته عبر الكتب والصحف والسينما والراديو التي هي بأيدي اليهود أو الذين يسيرون بأوامرهم لقد فهم منذ ذلك الوقت أن شعورا ما تولد في عقلية هذا اليهودي الذي أصبح شيئا فشيئا المعلم والمرجع في أوروبا وهكذا ذهب يأخذ دوره في السلام شعلة الحضارة عقب سقوط الحضارة الإسلامية فأوروبا التي السلمت شعلة الحضارة بعد سقوط الحضارة الإسلامية لم يعطيها التاريخ الضوء الكافي لكنها مع ذلك أخذت في معناها وضوحا أكبر في مجرى الأحداث التالية فمن المعلوم أن القارة المغولية مع جنكيس خان كانت الكارثة الأولى التي أصبت بها الحضارة الأوريسلامية ومن المعلوم بالإضافة إلى ذلك أن هذه الكارثة قد سبقها وفد المسيحي مقيم في أولانكبات عاصمة منغوليا ومن المؤكد أن المأريخين على طريقة مراسل الذين اعتمدوا الوثائق المتداولة التي راكزت على حالة تاريخية مماثلة تضمنتها هذه الوثائق ولأننا ننظر إليها من زاوية غموض معناها البعيد نرى أنها ليست وثائق تاريخية فعصب بل هي الحقيقة التي يهمنا الوقوف عندها وهذه الحقيقة لا يقدمها ما هو مدون في الوثائق فقط إذ من خلال التحرير الداخلي لها فالمسيحية كانت في ذلك الزمن مشهورة من قصامتها الداخلية والكنيسة الرومانية والبليزنطية في خصام كل منهما بوجه الآخر في العداوة والجدل اللاهوتية ولم تكون مهتمتين بالمشكلات العالمية كما لو افترضنا إرسال بعثة إسلامية تنتمي إلى عصر مبعد الموحدين إلى كوكب المريخ لتحضير غزو أمريكا فإننا نرى هذه الوثائق حتى لو أثبتت تاريخها أن حقيقتها لها مجال آخر ينفي هذا الافتراض لأن عمليات مجتمع مبعد الموحدين هي التي تأخذ بعين الاعتبار فأنا أعلم أن مجتمع لديه أفكار لا تتجاوز أمور القبلية أو المملكة لا يستطيع نظر هكذا إلى البعيد ولا العمل على بناء علاقات دبلوماسية مع كوكب المريخ وبناء على أحد التحليل العقلاني الذي يأخذه بعين الاعتبار يبدو لي أن الوفد المسيحي إلى أولانكبات هو مجرد تارتيب يهودي استطاع تسخير بعض الأندجينيين المسيحيين أما الأحداث التي أفضت إليها هذه البعثة فقد رتبت إطارا سابقا لاهتمامات اليهودي والعنصر الأوروبي الذي كان ليزال بعيدا عن النظر إلى المشكلات على المساوى العالمية فسائل الاعتمامات هذه التي أشرنا إليها أصلها في الذهان اليهودي تتمحور حول الخوف والكراهية والفكرة نفسها هي أيضا فكرة الاستعمار الذي كان غامض الخفاء في الحقبة الإيديولوجية ليهود الدياسبورة ويمكن لنا أن نجد هنا التفسير الأكثر وضوحا من سائر هذه الوثائق التاريخية في حال صحتها هو معيار هدم قرطاجة وهو منهج اعتمده اليهود في سائر المشكلات السياسية ومن هنا فإن هدم جنكيز خالي بغداد مركز الحضارة الإسلامية تقارن بهدم قرطاجة بترتيب يهودي مفترض فالقويهيم الأوروبي سينتهي أخيرا لمجتمع أندجان لكن ردة فعله عنصرية فالعنصرية أضحت الروح الأوروبي بصورة عفوية فإذا ما كانت مثلا فتاة مسيحية في حفلة بار العقصة أرقصت مع شاب أندجان فإنها ستجد نفسها فجأة من مذاكراتها في تحذير يأتيها من أحد الفاقها وهو ينذيها محذرا وقد يصدف أن يكون يهوديا عزيزتي أندترق الصين مع أندجان وما هو أكثر دلالة حينما وقف ديزرائيلي في إحدى جلسات مجلس العموم وحمل بيده المصحف الشريف وقال ما دام هذا الكتاب موجودا فالسلام لن يعم العالم فديزرائيلي لم يتحدث كمسور بريطاني فحسب بل وكي يهودي عالمي يتكلم أيضا من الطبيعي أن حالة ما شرحنا قد مرت في ردات فعل طبيعة الأوروبي نفسه وقد أتحجز أن شاملا لشخصيته حين استلم صدفة تركة عنصرية دون أن يعرف من الذي أعطاه إياها ففي ظل هذا الواقع فالأوروبي أصبح يقوده شيئا فشيئا المحرك السحري ويعمل طبعا لآلية فكرة أجنبية عنه لها تعريفها الخاص وعلى دوء ذلك إذا كانت العنصرية هي المسوغ الأخلاقي للأوروبي الذي مح الشعوب الأمريكية الأصلية قبل كولومبس وقتلها بدم بارد فهناك إذن معيار يستطيع اليهود عبره أن يميز الأخلاق الأوروبية الجيدة من السياع لذلك فهم يستحقون ثقتهم كمودرين لمشروعهم فالاستعمار لا يجد مسوغة لمجرد أطرحة اقتصادية تفسر في أطار الأوروبية وإذا كانت تاريخيته تركزت داخل هذا الإطار فإن حقيقته قد تجاوزته بعيدا وإذا كان الإعلان العام الصادر من الكنيسة العالمية لليهودي إلى الشعب الهولندي قد أتشى المؤرخين فذلك لأنهم لا يعرفون حقيقة تاريخ العالم إلا من خلال ما تدلبه وثائق المصنفة في المكتبات العامة لكن هذا الإعلان هو إمارة العصر يهودي الشتات عرف الفخر والاعتزاز والحلم في عنصره فترة الشتات فهو لم يخن لذا بقي وسط الجموع وبينهم دون أن يفسح عن ذاته أنونيم حماية له ولنشاطه في خصوصية عنصره الذي يعمل في الغفاء وفي الواقع أن أحد لم يستطع أن يخرق غمود وسر شخصية اليهودي التي تجسد فيها الإذلال الذي به امتزع من أوروبا كلمتين الشفقة والرحمة لكن الإنجيل الوثيقة الأدنى ربة في أفكاره المسبقة عقد مقارنة عطان عبرها في نفسية الشعب اليهودي سمة أساسية حين أطلق عليه اسم هذا الشعب ذو الرقبة القاسية فحياة اليهودي في الجيتو ألزمته أن يعود إليه وبين كتفه رقبة صلبة وبها يحقق أهدافه وإذ هو يدرك بدقته البرشواسية الأوروبية في تفاعل إحساسها بالشفقة والرحمة فقد استطاع أن يعطيه الانتباع الأقصى من الخضوع في سقسمات وشه وهو يحمل في داخله الكبرياء بير أرميت مثل أمام بيتراريك القدس الذي سأله عن اسمه فأجابه بكل بساطة اسم بير وأصدقائي ونادونني أرميت ثم أسأل البتراريك ليعطيه شهادة عن كل المصاعب التي ألاقيها الحجاج المسيحيون من غير المؤمنين أي المسلمين لقد عبر عن مجرد اسمه وكنية وشهادة لكنه أصبح العنوان البارز للحرب الصلبية والمؤرخون لا يطلبون أكثر من ذلك ليجعلوا منه الشخصية الغامدة في التاريخ واحد من العاملين في نظام المعابل ليس معروف لدى المؤرخين هو بير أرميت أمام بن ميمون فهو على علو مكانته في الفكر اليهودي فقد ظهر أمام المسلمين في القاهرة وقد هاجر إليها من الأندلس في صورة إمام في أحد المساجد وقد تحولت قامته في القاهرة إلى مجرد قصة تروى في أوروبا بكل معانيها وابن ميمون عاش في القاهرة غير معروف بما هو فيه وقد تخف حتى ليقابل بالرفض الذي لقيه صديقه ابن رشد في قرطبع وهو كان يعرف ذلك جيدا وهنا يصح الوقوف عند معاني هذه القصة في حياة الرجلين فما هو معروف من حياة ابن رشد أنه أنهى بكل هدوء مركزه كقاذ كبير في الأندلس لكن يهودي الشتات كابن ميمون مثلا وسواه قد وضع لنفسه طريقا توفر له فيه مجموعة من طبع عليه من المميزات العملية فهو المواطن في أوروبا الديمقراطية ثم هو المعلم الأكبر في المرحلة الصناعية ويبقى رجل الإدارة والمكتب والملف كما هو رجل الذي يخرج من بيته باكر إلى عمله حاملا بيده زوادته اليومية فهؤلاء جميعا لم يعود شراكائه بل موظفيه وعماله العاملين في ورشته ومديري أعماله في بداية القرن التاسع عشر كان روتشيلد مجرد دبلوماسي في وزارة الخارجية الفرنسية أليكسي دورسي عوين سفيرا في فينا لكنه بعد فترة من عمله كان منزل روتشيلد هو الذي يستقبل ملك كارول ملك رومانيا حينما سار باريس وليس قصر الإليزي حيث كان بوانكاري رئيسا للجمهورية أما درومونة المسكين الذي تحدث ببراءة الفرنسي الغالي فحذر من الخطر اليهودي في كتابه فرنسا واليهود فقد تورى من خلف سطار النسيان مع قضية دريفوس وربما كان بسبب من يأسه ما تمتزوج من يهودية قضية دريفوس كانت مجرد اختبار استطاع اليهود من خلاله الهيمنة على الحياة الأوروبية بل على ضميرها وأفكارها والناس والأشياء فبرغسون حطى دروسا في السربون فحمل تلاميذه بكل بلاحة أفكاره إلى العالم المتمدن أما أنشتاين فقد ملأ العالم بأنوار نسبية حتى غدت سيرته وكلماته في الجد والهزل وقصصه المتداولة ذخيرة أنباء صحافة اليومية ومحطات تفسيرها للأحداث والأفكار التي تغذيها هافاز وريتر وغارولد بالأخبار كل صباح وهكذا غد البغابون في برلين كما في باريس ولندن يعرفون آخر ما يقوله أنشتاين لكن قليل من يتحدث يعرف اسم بلانك الفيزيائي الألماني الذي ابتدع نظرية الكوانتم التي كانت هي المقدمة في علوم الطبيعة الذرية أما أنشتاين فقد سيطر على المسرح ومورى على الأدم ولهودي من أخم أحياء على أسطورة مزارة التفلة المعجوبة في كل مكان كان المفسرون لماركس وتروتكي وهيئون من الخار للهجوم الكاسح لطرد الصالين المستغل ومن هذه الإرادة ولدت الأممية الرابعة وقد بلغت حتى حلبت المسرعة إذ كان اليهود في حاجة للقب الملكي ماكس بوير هو الذي أخذ هذا اللقب وهكذا ولدت أسطورة جديدة إنه اليهودي السوبرمان الذي يترف فيه لليهودي بالقوة الخارقة في كل صحافة وكل إذاعة وكل السينما فاليهود يملكون كل شيء ويتركون كل شيء ويمسكون بأيديهم كل شيء ولويس بلوم استلم السلطة في فرنسا ظاهرا وبصورة مباشرة فاليهود بعد اليوم لن يتخفوا أبدا وراء اسم المستغار والجنسية المستغارة إنهم يهود بكل وضوح وإنهم استثنائيون بيلفور أعلن عام 1917 الكلمة الكبرى للعصر الحديث عودته إسرائيل إلى فلسطين وأنبياء المودرن أمثل برنار لوكاش أعلن الجنسية اليهودية قبل أن يعلنها ترومن عبر العالم هكذا ألقى اليهودي بالقناع بعد ألفين من السنين وكما خرج اليهودي من الجيتو ليصبح مواطنا في بلد أجنبي ها هو اليوم يخرج من الظل من الخيال من غمار المجتمع إلى إجهار جنسية إسرائيل وبقدر هذه الجنسية أعلن نفسه مؤلف ومعلم العصر الحديث هكذا كان تعميم الكنيسة العالمية إلى الشعب الهولندي ومن خلال هذا التعميم قال للشعب الهولندي أنه هو المؤلف لإمبراطوريتهم الاستعمارية وكذلك الكلمة هي الحقيقة الأكثر اختصار لعلامة الزمن الذي يعني نهاية العصر كثيرا ما تسير الأفكار إلى أبعد من العقل الذي ابتكرها وحينما أسس اليهود إمبراطوريتهم المالية من خلال العنصرية الأوروبية لم يكنوا على علم بيوم يكونونهم فيه دحايا هذه الأسطورة ودحايا الانس الأبيض فالإمبراطورية العالمية هذه بلغت ذروتها في حرب الريف عام 1925 حين وضع بلدان متحدران كل قوتهم المادية أما الأمير عبدالكريم الخطابي وقبيلتين معه في حركته التحررية خسائر الأمير أمام الاستعمار الفرنسي كانت نهاية مقاومة الأهليين لزاندجان هكذا بلغ الاستعمار ذروت سيد على آسيا وإفريقية كلها فيد الاستعمار على آسيا وإفريقية أضحت يد تملك وتأكيدا لهذا الشعار نظم اليهود قافلتين لسباق السيارات في مدهتين القارتين فشركة ستروا نظمت سباق السيارات من شاطئ المتوسط إلى شانجهاي باسم السباق الأصفر وفي القافلة الثانية باسم السباق الأسود كانت السيارات اجتزوا إفريقية من الجزائر إلى كابتون فعالم الأندجين القابل للإستعمار والمستعمر كلهما أخذ بهم السباقان الأصفر والأسود في أحاديثهم إكبار جرأة وإعجاب استكشاف فالعالم المتحدر أراد أن يعبر عن المعسبة بنوع من الاحتفالية فيها كل ما يكرس للإستعمار سلطانا إماراتوريا ولتأكيد هذه الإماراتورية أقام معرضا عام 1931 في باريس عرض فيه إنتاج المستعمرات في آسيا وإفريقيا وجاء الزوار الأوروبيون يتأملون العادات والتقاليد للشعوب التي يجرونها وراءهم لقد غدت الأفكار العنصرية سلما يداولها في مدينة ميونخ قلب أوروبا رجل داكن لون وهو يجلس في مقهى لشرب البيرة ويتحدث عن إله جديد يدعى العنصر الألماني ويبشر بدين جديد لقد تكلم هتلر إلى الشعب الألماني عن الشرط الجائر الذي فرض على الشعب الألماني منذ معاهدة فرساي عام 1919 وقد رد إلى اليهود جريرة متاعبه ومآسيه كانت كلمة هتلر تبعث الحماس في قلوب الشعب الألماني وتثير أعصابه حين انتفقت أوداجه غضبا ثم انتفجت فخرا وعنفوانا لقد آثر حاضرا هشا وبه صادر مستقبلا لقد تحدث عن العنصر الأري كعنصر أعلى يسد بالحق الإلهي ليرفع معنويات الشعب الألماني من نتائج مؤتمر فرساي ولتعود إليه مكانته وكل عظمته في الأرض ليبني عليها مستقبله وهو في المقدمة بين الأمم كان هذا كله الأساس الأيديولوجي للوطنية الاشتراكية أي نازية وهو مذهب يعلو لديهم بعظمته الجميع ولعلو مكانتها غدت حدوده مغلقة بطبيعتها لمن دونها في العالم وغدت لا تتعدى نتائجها حدود عنصرها لكننا في العصور السابقة نرى القضية اليهودية وقد أعطت بدفعة واحدة مستوى استثنائيا حين وضعت الجميع دون العنصرية اليهودية وبذلك اختصرت كل قضية الحضارة المسيحية من هنا جاءت الأيديولوجية الهتلرية تطرح مع كل مخاطرها مخاطر أخرى في الحياة الأوروبية هي في عمقها مخاطر يهودية بكل حال درومون استشفى المشكلة في كتابه حين كتب حول هذا الموضوع لكنه كان عملا فرضيا فالقضية الوطنية الاشتراكية كانت عقدة حزب صنعه رجل فكانت دولة الريخ الثالث وقد طبع فكره على المؤسسات وقوانين الدولة حتى أصبحت مبادئ الحزب هي نفسها فكر شعب كله مع علمائه ومهندسيه وحرفيه وضباطه وجنوده لقد حاول اليهود الصخرية من البداية وفي الخارج لكن في داخل المجتمع الألماني فأثبت هتلر أنه يعرف الإجراءة التقليدية في رفضه تعاون اليهود الألمان وملياراتهم حين جاءوا يدخلون في حركته أما أرقام جوبلز في الأعلام الخارجي فقد كانت أكثر بلاغة وفعالية من سخرية اليهود فالعالم عرف أن 85% من الأبنية في برلين ملكها يهود وكذلك سائر دور السينما والمسارح والراديو والصحافة والبنوك لقد كانت هذه كلها في أيديهم وكذلك تجارة الصغيرة وآلف المهن الحرفية وبكلمة واحدة لقد أصبح الشعب الألماني إما مساجلا أو عاملا أو موظفا أو زبون لليهود عبر هذه الدعاية التي نظمت بإثقان كان كل بلد متحضر الذي في النهاية شيء يناقش به حقيقة أرقام جوبلز في بلده هو أيضا فقد نظر إلى اليهودية بصورة غير مباشرة كأعجية يتداولونها فيما بينهم وقد كل يريد أن يعرف لها معنى لذا غدت أسطورة اليهودي ينظر إليها بأهمية أقل لكن اليهودي وهو يرمي القناعة كما أوضحنا في الفصل السابق فقد بدأت بعض النظرات المتطفلة تحاول نولوج فيها واستشفافها أحجية حية كشفنا معناها وأسرارها فأسطورة اليهودي هذه غدت ظاهرة وشائعة حين أسفرت عن وجهها وكان اليهودي هو نفسه أكثر اندهاشا حين انكشفت على حقيقتها فأصبحت أسطورة عالم بأكمله وبالرغم من بعض الإشاعات وبعض الخلافات وبعض الفضائح وبعض المواقف العلنية كقضية دريفوس في فرنسا فقد كانت أوروبا تريد الحفاظ على سر وجهاتها وظاهرة تاريخيتها العزيزة على قلب مرأس لذا كان هتلر هو الخطر الأول الجدي على هذه الأسطورة في صراحة موقفه فهو الأوروبي الأول الذي حاول فهم سر أوروبا الغمض على حقيقته فليحوذ ذنوا أنهم قد ثبتوا إلى الأبد قدر ومستقبل هذا العالم الذي صنفوا شعوبه في طبقات ثلاثة من الناس المستعمرون، الاندجانيون، الاستعمار الأوروبي وشعب المختار وإسرائيل على رأسه لكن رجلا وقف أمامهم يتحدث في ميونيخ ويريد أن يكون هو نفسه مستقبل أحد الألفيتين واضعا العنصر الألمانية على رأس سلم جميع الشعوب واليهود في أسفل السلم الإنسانية أي هم أدنى من الاندجانيين أهل البلاد الأصليين فالخطر هنا إذا بلغوا الأثر وأكبر أثره على اليهودي الذي لم يخطر له من قبل أن يقيم له حسابا بكل الوسائل وهنا كانت الحرب هي الوسيلة الوحيدة الفعال ضد هذا الرجل الذي يمتلك السلاح الأقوى على الأرض والأقوى الصناعيا والمنظم بأهم جهوزية فكرية وتقنية وهكذا أورنت الحرب عام 1939 إن تاريخ هذه المأساة لا يهمنا بذاته ولكن بعد المظاهر النفسية التي برزت أثناء الحرب تصحق الانتباع لأنها تكمل في الواقع المشهد الحص باليهودي أنفسهم وما تميزت به هذه الحرب من خصائص وحشية وفاذعة كما هو معروف فمن حيث المبدأ فكل حرب هي غير إنسانية بطبيعتها لكن حرب 39-45 كانت بكل معنى الكلمة وحشية فصحفي بريطاني كان ترح سؤالا عام 43 على إحدى السيدات البريطانية بالنص التالي لو أن زرا أمامك لآلة تفجير إذا ضغطت عليه تهدمت ألمانيا كليا بما فيها من النساء والأطفال والشيوخ والكلاب والقطط أجابت السيدات البريطانية أعتقد أنني لا أتردد ثانية واحدة إذن بالنسبة للضمار الأوروبي فإن المصلحة اليهودية تحدثت بالحالة النفسية الأوروبية في هذه الحرب مع بعض الأشياء الرئيسية ويأتي في مقدمتها أن الأوامر تجوزت نهائيا القيم الدينية العلوية وكل مبدأ أخلاقي إنساني وهذا يفضي نوعا ما إلى المعيار الداخلي للسيطرة اليهودية على الحضارة الحديثة فبعد مراحل هذه الوحشية المتصاعدة تضيع بشكل واضح خصوصية النفسية اليهودية فألمانيا بلد ديمقراطي وفيه بصورة طبيعية العديد من المواطنين اليهود فهؤلاء أظهروا الصلة الطبيعية التي توحدهم مع شعب الألمانية ومع مواطنين في وستفاليا مثلا الوطن الجرماني ومن ثم ففي الحرب حين تقررها الولايات المتحدة وبريطانيا فهذا يعني أن يصبح السكان والمدنيون من الشعب جميعا هدف مدفعيتهم وغاراتهم كهدف استراتيجي فالمهندس اليهودي الذي خطط لبناء أهم سد مائي في مال لمصلحة المدينة لم يجد حرجا أن يخون مهنته ليشرح للقيادة الأنجلوساكسونية سر معطياته الفنية في بنائه كي تحسن التصويب لهدمه بطائراتها وهكذا قامت غارة وحشية من الطيران الملكي الفرنسي والسطاء التهديم وانطلقت ملايين الأمطار من المياه لتغرق المدن والملايين من السكان المدنيين الأرمان نساء وأطفال وشيوخا من الصعب تصور فكرة هذه الغارة وهي تسادف المدنيين فقط أي المسالمين من المواطنين المدنيين غير المسلحين وذلك ليستقر في ذهن الألماني عبر ذلك المهندس اليهودي الذي يفترض أنه ألماني أو من أي بلد آخر أن اليهودي لا يرتبط بأي بلد ما حتى ولو عاش فيه قرونا ففي كل بلد من بلاد القويين ينشئ اليهود بساعة أو بأخر مجتمع سريا له مصالحه وموضوعاته الخاصة به تحت ظاهر المجتمع ومن خلاله تستطيع أن تواجه جذريا المصالح ومواطن الذي يعيشون فيه لكن ما هو أكثر خصوصية في هذه الحرب هو خسارة ألمانيا نفسها إذ لابد هنا أن نضع الحدث في معيار تسليم بنظام العالم الذي لم أفر منه حين يتابع التاريخ الإنساني مسيرته إذ لو اعتبرنا العاملة المادية هو وحده حتمي التقدير لبدلنا من المستخيل هزيمة ألمانيا وهي في شهر يونيو 1940 إذ كانت تحقق في ذلك الوقت النجاح كله في احتلال فرنسا حين غدت سائر الشواطئ الأطلنطية تحت سلطة جيشها لكن بعد نزول الجيش البريطاني في دانكار كان كل شيء ضد ألمانيا قد تحقق رغم طيرانها المدمر في اكتساحه الكبير الذي وضع تحت سلطته أولندا وبلجيكا وفرنسا بكامل جهوزية صناعية فريدة في العالم فقد كانت سيطرته حتى ذلك اليوم محكمة على سائر مصادر أوروبا الغربية من نارفيك وحتى حدود إسبانيا وكان الجيش الألماني هو الأقوى في العالم حين توفرت له من الشروط المادية ما يحقق له النصر النهائي على العدو الوحيد لكن إنجلترا رغم تفوق ألمانيا ظلت واقفة مع ملكتها في ثبات تاريخي ويسجل لها لقد كان أمام هتلر السلام الذي أرد تحقيقه لألمانيا ما عاد خطوتين خرجت من حسابه الأولى اقتحام مضيق كالي لاحتلال بريطانيا وكذلك المتوسط لاحتلال شمال إفراقية وهاتن الخطوة كانت تبدوان قبل آخر حزيران يونيو 1940 لعبة أطفال بالمفهوم الحربي بالقياس لهذه الانتصارات وفي الأشهر التالية رغم أن القيادة البريطانية قد أعادت تنظيم هيكلتها فقد بقيها الألمان في تجهيزهم يستطيعون احتلال جزيرة كريت ولا يكلفهم ذلك سوى وحدة من الجيش المظلي تنزل في الجزيرة رغم البحرية البريطانية كما أن احتلال شمال المغرب يمكن أن يتم بسهولة من كل النواحي وهذا ما تم بعد عامين في تونس أي حينما تغيرت كل شروط الحرب لمصلحة الحلفاء ولكن لماذا لم يريد هتلر أن يقوم بهتين الخطوتين اللحقتين هذا السؤال لا يوجه أبدا للنظام العسكري فقد أثبتنا كل المعطيات التي لها معناها في الجواب عن هذا السؤال لكن في جلسة محاكمة نورمبرغ تيحلنا أن نستمع إلى هذا الجواب من ناحية أخرى اتصرح فون روبيرت روب وزير الخارجية لقد خسرنا الحرب لأننا لم نعلن حرب وطنية بل حرب أوروبية فالسؤال إذن طرح تبقى معيار نفسية هو الإطار المعنوي الذي أثار حركة الفكرة الهتلرية وهتلر هو الذي أثار لأول مرة في تاريخ أوروبا المشكلة اليهودية إذ إنه فتح المجال لكل ما له طبع يهودي طبع في الحضارة الحديثة لكن ذلك لم يجد نفعا لأن الألمان ارتكب خطائين كلا فهم خسارة محققة للحرب وذلك بسبب تأثير الفكر اليهودي نفسه الذي يقود لشعوريا قرارته الكبرى في قيادة الحرب في الواقع فإن أساس العقدة الهتلرية وهي خلاصة سائر الفلسفة الألمانية للريخ الثالث لم تكن سوى أسطرة عنصرية في نتيجتها المزدوجة الأوروبية ثم النزات للسامارية المنضعثة من جديد والمسمات أوروافريك كهدف وحيد هذان المهومان ويعرفيهما الخلاصة اليهودية التي تختصر كل تاريخ الدياسورة وهم بكل دقة أساس للقرار العسكري في حزارة يونيو 1940 في الواقع فإن الفكرة الأوروبيانية في الأساس تتعارض بسيغتها مع احتلال بريطانيا مدام أن هتلر يأمل تحقيقا لمفهوم الوطن في وحدة أوروبا وهذه كانت مهمة هيس أحد الشخصيات الرئيسية للوطنية الاشتراكية التي شرحها في ربيع 1941 حين أجر اتصالا سريعا مع إنجلترا فاجأ به العالم وعلى ذوء ذلك انتهت بأن لزم كل من البريطانيا وألمانيا الصمت فمع فشل هذه المهمة الغامضة تبين لهتلر بأنه ليس على معرفة كافية بالقضية اليهودية كيفما كان الأمر فهتلر عندما أراد أن يستعيد حريته في العمل كان ذلك قد تأخر فالإنزال في بريطانيا غدا مستحيل منذ أن افتتحه سيليتس دعاية كراهية ضد روسيا في حزيران يونيو 1941 في الوقت نفسه فإن فكرة أوروبا الإفريقية هي التي عطلت حركة هتلر أمام امتداد محتمل لعمليات العسكرية في شمال إفريقيا إن احتمال ممثلا كهذا دون النظر إلى العلاقات مع شعوب شمال إفريقيا أصبح غير ممكن لأن هذه الشعوب التي كانت في بداية الحرب لا تنتظر سوى إشارات لتسهيل أي اجتياح مضغد كان ذلك فيها بهدف التحرر من الاستعمار ومن ثم فهتلر ظن بأنه المحرر في نظر الأهليين ومن ثم لا يستطيع أن يأتي محرر لإفريقيا الشمالية دون أن يحاجم ويرفضه ونفسه العقيدة الاستعمارية لأوروبا الإفريقية لذا فضل في انهاءة الحساب الهدنة في 25 يونيو 1940 والتي حافظت على استاتيكو الإفريقية هكذا نرى جيدا أن الخطابين الكبيرين لهتلر في قيادة الحرب ليس خطائين عسكريين بل هما ذو طابع إيديولوجي وبأصولنا إلى هذه النتيجة الجانبية كان هتلر الذي اعتقد بقدرته على إلغاء الطابع اليهودي في العالم غدا يفعل كل ما بأسعه أن يفعله لينجو من سيطرة الحلفاء على خطوطه هذا التعارض في العمل يفسر في الواقع كيف أن رجل أوروبا لا يريد أن يبصر بكل صفاء الطابعة الصحية للمشكلة اليهودية لأنه هو نفسه بقدر ما يكون أوروبيا يعكس لشعوريا هذا الطبع العنصرية نفسه فهتلر لم يعرف أن المشكلة بدأت في داخله وفي أفكاره العامة وانعكساته على نفسه فبدل من أن يتعامل مع مشكلة 95% من الأبنية في برلينة التي يملكها اليهود كان عليه أن يتعامل بداية مع 95% من الأفكار المتدولة في ألمانيا وبالأولى في إنجلترا والتي جاءت من اليهود ولكنه من ناحية أخرى لو استطاع وضع المشكلة بمعيار حالته الداخلية فإنه لن يأمل ولو للحظة بأي تحالف مع إنجلترا التي هي يهودية 95% ومن هنا فكل هذه القرارات العسكرية التي أفضت إلى الحرب كان يمكن أن تتغير وربما يتغير معها مصير العالم فهتلر لم يحسن أبدا تقدير الحضارة الحديثة التي هو جزء منها إذ من المستحيل على أوروبي أن يتخلص من أخطاء الفهرر الحتمية التي ترتبط بصورة أساسية بتركته الثقافية والأخلاقية فأيما أوروبي لا يستطيع التفكير إلا تبقى الجدالية اليهودية فهتلر أراد محاربة اليهود مسعملا وسائلهم وأفكارهم الأساسية العنصرية والاستعمار لقد خسر الحرب وذلك هو شيء ضروري لتاريخ الإنسانية فالحرب لم تكن تخسر في العالم كله إلا أمام الاحتمال الذي يأتي مطابقا شيئا فشيئا للأحداث التي أدت إلى الهزيمة فهتلر قال كلمة تاريخية مواجهة كلامه لإعدائه وهل هو الوحيد الذي لم يكن مخدوعا مهددا بالطحن والتفديد لكن ألمانيا في النهاية صحقت بكل معنى الكلمة تحت مطر القنابل وأداء هتلر الذين أملوا بنصر يتيح لهم السيطرة على العالم كليين بصورة نهائية لم يحاقق سوى نصر المسحوق تذروه الرياح وهو هش حيث لم يستطع أن يصمد على الاستمرار في عالم متغير ومضطرب فعدم الاستقرار والأفكار والضغط الداخلي والخارجي وتصعد التسلح هذه كلها كانت نتيجة حرب أوطان ظنت أنها ربحت هذه الحرب هذا إذا وضعنا جانب حال الروسي التي مثلت حالة من التاريخ ينذر إليها في مجملها بعيدة عن نتائج الحرب إن نتائجا كهذه أفقدت الحضارة الحديث سائر مرتقداتها المادية والروحية ولم تعد سوى حلقة في سلسلة البربرية التي تميزت بها الحرب وخلفت نتائج معنوية وأحسن وألام حياة وفقر وقلة وقد أدى هذا إلى احتساز المعتقدات الدينية في العديد من الضمائر بما فيها المسيحي في مجملها التي وجدت نفسها شريكة في صورة تبدو نهائية وزدت طينبلة شعور تجلت فيه أوروبا شيئا فشيئا وقد بدت الكنيسة مسؤولة في قسط وافرا من هذه الفوضة الاجتماعية والأخلاقية السائدة من جهات أخرى فإن رأس المال الذي ينظم كل الحركة الأوروبية قد أفرغته الحرب والباقي ابتلعه التسلح المتصاعد الذي هو سمة المرحلة التي نعيشها والتي أضحت الحرب الباردة طابع حركاتها وهكذا وجدت أوروبا حاضرا جفت فيه شجرة أعطائها وأخيرا فأوروبا هذه التي حققت رفاهية معتلف حاجاتها بقوة الإماراتورية للسامارية قد بدأ أمامها العديد من الحاجات والمطالب التي تقلقها لأن واسعة مستعماراتها تحديد قد بدأ يفر من سلطانها تحت شعار الاستقلال كما في الهند وبورما وإندونيسيا وترابلس فالحضارة الحديثة في النتيجة وصلت إلى جوهرها الحقيقية لمسيحية رأسمالية ولا استعمارية وليس هناك في التاريخ حضارة تستطيع العيش فقط برصدها الأخير فهذه استحارة منطقية واجتماعية أخيرا نحن نقص ونحاكم عالما في نهاته فالعالم الحديث بدأ يميل نحو الغروب لكنه غروب يبطئ هزيمة شيئا فشيئا وبعدوء كما هو الليل الذي لف شيئا فشيئا للمجتمع الإسلامي عقب سقوط الموحدين فالعالم الحديث الذي زرع المنف سيموت بالعنف وهذا الموت العنيف للعالم الذي لرابط عميقة في حياته سيؤدي به إلى حرب أخرى يوقد نارها حاليا ثمانية الحرب يسود بعض العصور مناخ انتظاري لكأن المنتظر رصور أو نبي أو مخلص أو كاهن يزرع أمل انتظار التغيير أو الخلاص هذا الانتظار هو من خصائص العصور النبوية في مسيرات التاريخ لكن العالم اليوم يعيش في مأساق الحاضر لذا فهو لا ينتظر سوى الحرب كحال ممكن لسائر المشاكل فمصيرنا كما يبدو معلق بحرب في حدين نهايتها المطلق أي الهزيمة أو الحنصر فالحرب في عصرنا هي الاستراتيجية السائدة في النظام الرأسمالي أو النظام الصوفيتي إنها إحدى الخصائص الماساوية لعصرنا لكن هذا الإرهاص الاجتماعي المنتظر كما يبدو ليهزو الضمير المسلم بما فيه الكفاية في الحقيقة كثير من المسلمين بل هم جميعا يستطيعون تقاسم هم الحرب مع غيرهم لكن إطار توقعهم يقف عند هذا الحد فهم يتصورون الحدث لكنهم غير ملتزمين به ولم تورطون بخطته ولا يسودهم تفكير أو استخلاص تستراتيجي له بصورة أولية وكما أشرنا في الفصل السابق فعالم العصر الحديث سينتهي وسيعقبه عالم جديد وإذا ما جاء هذا العالم ولم يكن فيه للمسلمين أي دور محدد ولا تقدير عوامله وقواه التي ستدخل في لعبة مستقبله الخاص ومستقبل أطفالهم فإن علاج هذه الثقرة يأتي من استخلاص النتائج الممكنة من تلك الحرب القادمة وهذا ما أحاول في هذه الأسطر استخلاصة فحرب كهذه ممكنة فعلى ضوئها يمكن لنا أن نفهم بشكل أفضل نستقبل العالم الإسلامي الذي هو أساس هذه الدراسة في جزئيها الأول والثاني من أجل ذلك يجب أن نتصور أولا من مشكلة الحرب التي لابد في النهاية أن تقع بين أمريكا وروسيا السوفيتية وهنا لن يوجه لهذه الحرب سوى نهاية واحدة ممكنة نتيجة التعرض بين النظامين الذي سينتهي بانتفائه إما بزوال واحد من كلا النظامين أو كلاهما دفعة واحدة هناك إذن احتمالات ثلاثة انتصار الرأسمالية انتصار الشيوعية زوال كلا النظامين المتعارضين ثم هناك احتمال الرابع والوفاق بين الشرق والغرب لكن هذه الفرصة الأخيرة لتلفت انتباهنا لأنها لا تتجه في الوقت الحاضر إلى حل مستقبلي بينهما لإزالة هذا التعارض وتصورنا لهذه الحالة أنه يبنى على وفاق تعلنه روسيا مع الولايات المتحدة لكن احتمالا كهذا يتعارض مع العقدة الشيوعية نفسها ومفادها أن النظام الرأسمالية لابد أن يقيب في النهاية من تلقاء نفسه نتيجة الصراع الطبقي في تعارضاته الداخلية وفي هذه الحالة لا تعود لروسيا أي حاجة للحرب كي تحقق نصرا نهائيا ثم أن الرأسمالية في حالة حرب قواتها تكمن في أنها تنذر روسيا صراحة أو ضمنا بالصغريخ والأسلحة المتطورة المتبدلة لتحقيق السلام النهائي لذا لا يوجد مناخ انتظار نهاية كهذا ولذا فالحرب لا تستقيم إلا من خلال هذا التعارض بين النظامين يضاف إلى ذلك أن السياسة الأمريكية في ظل الحرب تتنامى وتتفاعل حركتها بشكل أفضل من السياسة الصوفياتية لذا فإن فرضية الوفاقية من الهشاشة بحيث لا تستقيم وإذا هي فرضا استقامت فستجد نفسها مسوقة بصورة أكثر وقعية الانتصار الشيوعية في النهاية هناك إذن مجال للمواجهة عبر الاحتمالات الثلاثة التي أشرنا إليها ولكل احتمال منها نتائج تلقي بذلالها وضرورات تأثيرها على العالم الإسلامي من الطبيعي أنه ليس من العادة الحديث عن تاريخ حرب عبر افتراضات سابقة على نشوئها لكنني هنا مضطر للجوء إلى هذه الطريقة نظرا لظروف هذه الدراسة فحالتي هنا هي حالة مؤرخ لشيء غير متأكد من وجوده الشخصي حين عصوله لكنه في الوقت نفسه يرغب في الدخول في احتمالات الحرب الرئيسية ما خافت أن يغادل الحياة قبل أن يراها وإذا هو هنا يكتب لجيل سيأتي بعده فإنه سيحاول استشراف النتائج قد تكون استثنائية غير منتظرة فالمؤرخ هنا ملزم بتقويم خصائص هذا الحديث لأن حظوظ أي من هذه الفرضيات بدأت تلقي بذوء على نتائجها في عالم سيأتي بعد عالمنا الحاضر 9- إستراتيجية الحرب القادمة إن الطابع المريع الذي اتخذته الحرب الماضية بتأثير الفكر اليهودي سوف يجعل الحرب القادمة شاملة وتقاون تائجها الغالب والمغلوب معا إنها ستكون مذبحة للأطفال والنساء والشيوخ فضلا عن تهديم المدن والثروات كأهداف سياسية ويحدث خراب يوصي المدنيين وكذلك منابع الأنهار والمصانع العائدة لطرفي الحرب من هنا فإن قرارا بالحرب يضع دفعة واحدة أولاها وأخراها في مخاطرها وهو لذلك غير ممكن قريبا اتخاذ قرار كهذا لدى روسيا وكذلك لدى أمريكا التي تحاذر الولوج فيه إذ لو أن حربا كهذه أخذت مجراها فإن ربع الساعة الأولى لتحرك الجيوش نحو جبهة أو عدة جبهات تصبح آسيا وإفراقية مرشحة بدلا من أوروبا وهنا فالقارة الإفراقية مؤهرة لتكون قارة عمليات حرب في صورتها الأخيرة وربما هذا ما يفسر محاضرة التي ألقاها منذ وقت قريب رئيس الأركان الأنكلوسكسوني في نيروبيا وإذا لن نستطيع منذ الآن أن نقدر مساحة المعركة فمن المؤكد في النهاية أن المدنيين والتجمعات الصنعية سيعمهم الخراب ويخلف وراءه الأرض المخروقة فخصائص التقنية هذه الحرب تفرض نفسها وتنذر بخراب لمرد له في كل مكان فمن الوشاة الاستراتيجية الخطوة الأولى لهذه الحرب ستعمد إلى تهديم المنابع الحيوية بصورة كلية وبرغة القساوة بحيث لا تدع شيئا يذب حتى إنها تلحق بالحصان وعربته فالخرب سيتقدم حتى يشمل الوسائل الطبيعية للوجود الإنسانية وتحقيق هذا الهدف سوف يرتبط بمصادر التموين بالمواد الأولية وبالرجال الملونين في الجيه الأمريكي لذا فإن الولايات المتحدة قد تنطلق من قواعدها الجوية لتقوم بهجوم صاحق واستراتيجية الدروسي الشمالية دفعة واحدة لكن هذا يمكن أن يجابها باستراتيجية ممثلة وهي احتلال ألاسكا للوصول عبر كندا إلى أرض الولايات المتحدة وإذن فالحرب المنتظرة منذ الدقيقة الثانية ستعم المناطق القطبية والمناطق الاستوائية دفعة واحدة بمعنى أن الحرب ستعم العالم الغربي كله وكذلك العالم الإسلامي وإذا وضعنا هذه الاعتبارات في المستوى الإنساني فهناك نتائج تفرض نفسها فاحتلال روسيا لأوروبا العربية سيعني بالضرورة تنهيارا رأسمالية ثم تراجع الأفكار المسيحية التي تبنى عليها في المرحلة الحاضرة وهم أما هو لازم بالضرورة للعنصر الأمني والعنصر الروحية وإذا كان شايع اليوم القول بأن أوروبا خرجت من مرجعية المسيحية فماذا سيقال في عالمية ثانية التي ستكون نتيجة للحرب التي نتحدث عنها لا شك أن هذا يعتمد على حظوظ الحرب في نتيجتها ولمن يكون له النصر أو هو في مصلحة هذا الطرف وهنا سيصبح الضمير الأوروبي إما شيوعيا أو لا ملتزما لكن المسيحية لن يكون لها محل في نتيجة الحرب فالمسيحية قد أدت مهمتها في التاريخ كيفما كان النصر في مصلحة أي من الطرفين وهذه هي أحد النتائج الكبرى للحرب القادمة التي نتوقعها فإذا ما أنزلنا هذه الاعتبارات جميعا على واقع العالم الإسلامي فهناك بكل الوجوه يأتي التحرر من الاستعمار في المقدمة ففي اللحظة التي سيقب فيها الضمير المسيحي مع نهاية الحرب المفترضة هذه فإن الضمير الإسلامي على العكس سيصاحب تحرره السياسية حيوية انتماء روحي جامع يساعد زخماه في مدى واقع العالم الإسلامي ثم إن تأثير الفعل ورد الفعل الحربي في إفريقيا سيقود بالضرورة إلى وحدة ترابط بين الإسلام الإفريقي عموما أي للمسلمين السود والبيض على سواء كل يعطي من أجل الوحدة والحيوية التي تضم صفاء عفوية الضمير الشعبي لدى المسلمين السود مع روحانية المسلمين البيض المثقلة بالعلم المكتسب من أهله القريب من الحضارة الإسلامية تلك خطوط مفترضة لسيطرة مناخ الروحيين على إفريقيا كلها هذا التوقع يظل صالحا حتى لو أخذنا باحتمال نصر عسكري لروسيا في إفريقيا كلها فإذا كانت الشيوعية تبرز في أوروبا كدين جديد في ضمائر خلت من الالتزام العقدي بعد خروج المسيحية منها فإن هذا الاحتمال في إفريقيا غير وارد لأن الضمائر المسلم بعد الحرب ستجد نفسها في شروط أخلاقية جديدة كما أشرنا وليس للشيوعية أن تأخذ دورها كدين بل كسياسة أربما سياسة جديدة لنظام جديد فالشيوعية في أوروبا يمكن لها عبر تنظيمتها التي تسجيب لعمق الثقافة الغربية المادية أن تملأ الفرق الروحي في أوروبا الذي أشرنا إليه ومن خلال هذا المناخ فإن مراكز الحرب تبقى طالما بقية لأمريكا وروسيا مكان يتم فيه التوافق خلال مرحلة التالية التي نتحدث عنها هنا أي إيجاد مقارنة بين عنصرين استراتيجيين أساسيين الأخلاق الروسية والأخلاق الأمريكية وهذا ممكن إذا مكنت القوة العسكرية الأمريكية في مرتبة أعلى منذ بداية الحرب حتى المرحلة الثانية منها وهنا في تقدير هذا الاحتمال وعلى ضوء الحرب الأخير يجب أن نأخذ باعتبارنا ما كان من قوة الجلد لدى الجندي الروسي عند نقص التموين اللوجستي للحرب أكثر منه لدى الجندي الأمريكية فقد أثبتت الحرب الكورية تضعف العمل المعنوي لدى الجندي الأمريكي منذ أن وجد نفسه محروم من الكفاية اللازمة ومن الشعور بالأمان الذي تمنحه القوة الميكانيكية في وجه العدو ففي النزاع القادم سوف يعتمد الشعب الأمريكي بأسره على الآلية الجديدة أي السلاح الذرية وخلافة فإذا ما نقصه شيء من عدة الوسائل فإنه مضطر للاعتماد على العدة النفسية كما فعلت بريطانيا في الحرب العالمية الأخيرة حيث تولت العدة النفسية جبر الحيوية القتالية وإلا فإن الجندي الأمريكي في النهاية سيفقد ثبات تفوقه وإذا كانت الحرب القادمة تبنى على كسب الجبهة القطبية وجبهة الباسيفيك والجبهة الفرقية فإن الحرب ستؤدي مع دورها إلى النقص حتما في التموين اللازم مما يستدعي من جانب أمريكا ضخم صادرها الداخلية في الولايات المتحدة وهنا سيستعيد الذهان الكورية في الذاكرة التي تسكن أمريكا الشمالية بأسرحة وحينئذ سيكون للجانب المعنوي نتائج مثبتة في ميزان النتائج وهكذا فإن المقارنة بين سائر العوامل الاستراتيجية الداخلية والخارجية ستكون المصلحة الشيوعية وهنا يقودنا الأمر إلى الوجه الثالث في جبهة التنشأ في المدى الجغرافي لأمريكا ككندا مثلا فلا يعود الأمر سوى خطا واحدا هو المسارعة نحو حرب كسحة قادرة على إلغاء روسيا في يسير الزمن لكن هذا غير ممكن إلا إذا أوتيت أمريكا سلاحا سريا لا تملك روسيا أي فكرة عنه ولا أي حظ في تفاديه فإذا كان القدر أراد إنقاذ الرأس مالية فمن المؤكد أن هذا هو الحظ الوحيد الباقي لها عبر قرار سريع مداهم وإلا فهناك مع الزمن أفاق عدة سوف تبرز فروسيا رغم نجاحها القاري المحتمل في السعادة أوروبا وإفريقيا فإن هذا الأفوق لا يؤد في رزنا متع ومع ذلك فإن آلية النزول الضروري لإناء الحرب عسكريا عبر معركة على أرض الولايات المتحدة من خلال كندا هي من شروط الوجه الثالث للحرب الذي يعني أن تقوم الولايات المتحدة برفع كاس الاحتفال في اتفاقها مع روسيا ومع الكادرات المنتشرات ومع المعدات التدميرية ثم ترد روسيا على الأمريكان بمثله لكن من أجل تحقيق هذا الهدف والوصول إلى نهاية الحرب لا يبقى من إنهاء الحرب سوى شرطين أي أن تقوم ثورة في أمريكا وأن تقوم روسيا باحتلال أمريكا وكل الأمرين ممكن نتيجة حرب طويلة الأمد وقد بلغ بهم الوهن لدرجة أنه لن يكون النصر أبدا الوسيلة لأي منهما في تحقيق النظام الذي تريده للعالم هذه الخلاصة في نتيجة حرب كهذه مفترضة هي وحدها التي يجب استخلاصها لإدراك مدى تأثير الدبلوماسية الغربية الحالية للعالم الغربي على العالم الإسلامي الفصل الثالث الحياد الإسلامي أولا العالم الإسلامي والحياد منذ نهاية الحرب العالمية عام 1945 تطورت النفسية السياسية وحدها في العالم الإسلامي وكان الحادثان الذين أدى إلى هذا التطور هم فلسطين والحرب الكورية فالسياسة الإسلامية عقب الحرب انطلقت اتجاهاتها نحو انتصار أمريكا من ناحية ومن ناحية أخرى للاعتماد على الإديولوجية الأممية أي الثقة الكاملة بهاية الأمم المتحدة فقد كان تصاعد قوة أمريكا قد بني على ذلك النصر الكبير على ألمانيا وقوتها التي لا تقار وهذا قد رفع من اعتماد العالم الإسلامي على قوة أمريكا ثم أن العالم الإسلامي لم يكن قد استكمل تحرره من الاستعمار لذا كان انحياز العالم الإسلامي نحو أمريكا له معنى أولا شعوريا ندى روسيا هذا الانحياز اللاشعوري قد سرق طاره على خطينهما كلمة رومانتيزم أو بورتينيزم فالأولى تعني المواقف التي تسويقها الظروف والثانية الأحلام التي تسويقها الشعارات وهكذا غدت الشعارات مثل خطي سكة الحديد لا تلاقي بينهما ولا وعد فيهما لوحدة المسار نحو المستقبل لاستحالة الجمع بينهما وقد بنيت السياسة الإسلامية على ما سار به الزمان تنقدا في الوسائل والأفكار حتى وهي تعالج القضية الفلسطينية لا أريد هنا أن أشر إلى الفوضى التي عمت الجمهة الداخلية للعالم العربي والتي تحدثت عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب ولكن هنا أتحدث عن السياسة في مستوى الحدث فمنذ أعلن بنغوريون الدولة الصهيونية عن أن أمريكا اعترف بها في المتصف ليل اليوم نفسه والباقي كله سار في طريقه عبر الأمم المتحدة التي غدت ضد مصالح وحقوق وآمال العالم العربي وذلك الذي تجلى في قرار الهدنة التعصفية حين أصبحت الجيوش العربية على بدع خمس كيلومترات من تل أبيب وهكذا ما إن أعلنت دولة إسرائيل حتى كانت تسلح ياتيها من سائر المرافع الأوروبية ثم إن إسرائيل المسلحة هي التي حاصرت الفيالق المصرية حتى انتهت الأمور إلى هدنة كاملة وذلك ما مكن دولة العبرية من طرد مئة ألف من عرب فلسطين من ملازنهم وبيوتهم التي يعيشون فيها إلى المخيمات التي ازدحمت بهم واستسلموا لأمل العودة الذي لا يأتي حتى يومنا إن مسراء الحدث التعيسة هذه قد أزغى أنظار هذا العالم الإسلامي في تقدير القيمة الجوهرية لأيديولوجية الثقة بالأمم في الوقت نفسه الذي حلمت فيه رومانسية السياسة العربية بالأمم المتحدة دون القيام بأيما جهد في أرويقتها تحتل به مركزا في الإطار الدولي كشريك أو تحقق عبره هدفا محددا وهكذا فقد الإيمان بكل بساطة فجأة كما جاء فجأة ودون دراسة ترامم وتصدع الثقة بجدول أمم المتحدة لأن السياسة العربية منذ البداية اعتبدت على الرياح الملائمة التي تسويق المواقف أوبورتينيزم لأن جذورها في الأساس منيت على الخوف والاحترام معا للقوات الأمريكية فالخوف من أمريكا كان سيد الموقف العربي وقد ولف برومانسية الثقة بالأمم المتحدة كريشة في مهاب رياح السياسة الدولية لقد انتهت الحرب العالمية الثانية وكانت كريمة القنبلة الذرية كريمة سرحرية وغدت مفتاح القوات السوبر إنسانية في صورة أمريكا التي تملك وحدها القنبلة السحرية وأضحت بذلك العنصر الوحيد الذي يعتمد عليه في العالم الإسلامي وذلك ما أحيى الرماسية مجددا بالأم المتحدة تحت رعاية أمريكا لكن الحرب الباردة ملبثت أن جاءت بعناصر جديدة وقد بدأت تبرزها الأوضاع التي تجري في آسيا وأبرزها النصر الذي حققه نجاح موتسي تونغو ويترض البطل الأمريكي فأضف إلى المكانة الروسية 400 مليون صنيف الوقت الذي كان الرئيس ترومان يتلقى بأمتلاك روسيا القنبلة الذرية هكذا افتقدت القنبلة الذرية سحرها لكن أمريكا مع ذلك بقيت تحتفظ بالقوة الأكبر في العالم الصنعي والتي لا تقار لو لبلد مجهول في أقصى الشرق هو كوريا الجنوب الشمالية التي أعلنت حربا مدنية ضد كوريا الجنوبية بدعم من روسيا أدت إلى هزيمتها رغم دعم أمريكا ورقابتها فغدت جزءا من المفاوضات الدولية منذ اليوم الأول من يونيو 1950 وإذ هذه الأحداث تجري فقد كان للدور اليابان ما تقدمه لتلميذتها سيول وهكذا كان العالم يقف على عتبة النصف الثاني من القرن في لحظة ترقب لميجر في كوريا الشمالية التي احتلتها أمريكا ودمرتها عبر قوتها الحصين لكن المأساة الكورية أخذت معنى مختلفا والفلاح الروسي الذي أنضى خمسة سنوات في النظام الشعوعي في التدريب على شؤون القتال والحرب قد أفرغ كل خبراته في مواجهة تكنولوجيا الحروب الحديثة لقد كان التكتيك الفلاح الكوري غير متوقع من القيادة الأمريكية حين عطل استخدام السلاحها الآلي كذببات وهكذا غدى الجندي الكوري متفوقا بدرجة عالية على الجندي الأمريكي وغدى الجندي الأمريكي لا يرام أمنا من الجندي الكوري الذي يفاجئ حيث لا يجد غير الهروب نحو البحر هكذا أحدث الأسطورة برجيش الشمالي الكوري بديل عن سحر القنبلة الذرية أما الصحافة فلم تجرأ على تعليق أو دراسة ظاهرات الحرب الكورية بل اتجهت نحو أمريكا في تعالي ساخر ومسازع فالمجلة المصورة مارش التي يستصدر في باريس توجهت نحو الأمريكيين ببعض الأشياء التي يمكن بها أن تحول نظر العالم عن كوريا ومنها لصحافي انطرح تمنيا أن يعمى طوفان ينسي الأحداث الجارية حتى لأعدى ممكن رغاية انتصار الفلاحين الكوريين على الجيش الأول الحديث في العالم تلك كانت روح تداعى من خلالها جدار الخوف من شعار الخطر الأسيوي على الحضارة والمدنية الغربية الذي رفعته من قبل السياسة الأمريكية لكن هذا الشعر لم يلبث الرفع مجددا ليصرف الأذهان عن العنوين الرئيسية في الصحاف حتى الصحف الكورية التي نقلت أنباء كوريا الشمالية فالعالم الحديث هكذا بقي أمينا على الدروس التي تعلمها من اليهود صانعيه ومؤلف فصوله وبكل حال فالحرب تحولت إلى مرحلة جديدة والأسطول الأمريكي المدعوم من الأسطول البريطاني بعد نزوله في إنولوي يعطى عن دفع معنوي للجيش الأمريكي عبر عنه قائد الجيش وهو يخاطب جنوده ليرفع معنوياتهم في عبارته التاريخية الشهيرة في ديسمبر 1950 وكانت هي الكلمة الوحيدة في هذا التاريخ ستجلسون في عيد الميلاد القادم في بيوتكم ومع عائلتكم على معيدة الميلاد وتأكلون الأحمديك الحبش لكن قدروا هذه الحرب كذب بقصاوة كل تشخيص القائد الأمريكي بل كانت النتيجة على الأكس حين بدر المتطوحون الصينيون إلى دخول المعركة وكان الاندحار الفوضوي للجنود الأمريكيين يؤخر إلى أجل وعد عيد الميلاد وها نحن اليوم نرى مجرى الأحداث التي نجعل إلى أين ستنتهي فقد ضحات الكارثة التي حلت بالجنود الأمريكيين تتضلب البحث عن نتائجها الخطيرة إذن فالقوات الأمريكية ليست بالقوات التي لا تندحر والفلاحون فئة كوريا الشمالية في جيشهم البدائي أعطوا المثل بما يهدم أوهام العالم والعالم الإسلامي على الخصوص عبر هذا النموذج الذي أعطى المثل نرى كيف أن أحد خطي مسار السياسة الإسلامية وهو خط المواقف التي تسويقها الظروف أوبارتينيزم قد أصب بضربة قاسية كمنهار الخط الآخر من رومانسية الثقة بالأمم المتحدة منذ مناقشة قضية فلسطين وهكذا مع الحرب الكورية التي مست كبرياء القامة الأمريكية كانت كلمة السياسة الإسلامية المواقف التي تسويقها الظروف أوبارتينيزم والأعلام التي تسويق الشعارات الرومانتيزم قد انتهت بالفشل السياسي ذريع فالعالم الإسلامي بدأ بعد هذا كله يتجه نحوه سياسة قريبة من روسيا حين اختار لنفسه سياسة الحياد ويبدو أنها بدأت تأخذ هذا الطريق الثاني بعد اغتيال اليقات علي خان في باكستان والأمير عبدالله في القدس اطرحت هذه الأحداث نفسية سياسية جديدة يمكن تعرفها بكلمة واحدة الحياد ثانيا الحياد الإسلامي والديبلوماسية الغربية لم يكن ترابط الفصول الثلاثة السابقة التي قدمناها مجرد فضور حديث بل هي مقدمات لازمة لفهم الدبلوماسية الغربية وعقلانية عناصرها في موقفها من الحياد الإسلامي أمام الصراع العالمي الراهن وإذا كان الدور الأساسي في التحضير للحرب القادمة يعود لليهود فإن توفير الشروط الملازمة لإنفجار الحرب يرتبط بالحساب اليهودي الذي لا يتبنى حادثا في إشعال فتير الحرب إلا ويشبعه تحليلا لذا كان من الطبيعية أن يمر الأمر عبر الخبراء باروس أو ريني ماير ليحللوا الواقع فيستخرجوا منهما يرسوموا اتجاه أويحاءة تدفع الأمور في طريق المرسوم هذه الاعتبارات الأولية أوحت إلي الطريقة التي أفترضها لمعرفة السبب الذي يحدو باليهودي أن يحسب النتيجة التي على أساسها يبني خطته تحليلنا وصل إلى احتمالين رئيسيين في أساس الحرب القادمة المفترضة الاحتمال الأول إذا أعلنت أمريكا الحرب في هذه اللحظة فثم تخطر كبير أن تخصرها وأن تخرج منها ضعيفة هزيلة بعيث لا يستطيع انتصارها أن يثبت نظاما تفرضه في العالم الاحتمال الثاني العالم الإسلامي إذا مظل محيدا كما شرحنا في الفصول السابقة ونسثني البلاد المحتلة مباشرة كإفريقيا الشمالية وإفريقيا السوداء فإن الاحتمالين إذا وضعناهما بنجوة من اهتمامات اليهودي العالمي والذي هو المحرك لمسار الدبلوماسية الغربية فإن العالم الإسلامي سيحقق النتائج التالية ألف إن الحياد الإسلامي سيحقق حضور دولي مفترض يجعل كل من أندونيسيا أفغانستان إيران مع دول الجامعة العربية جزر سلام خارج حرب عالمية ولكي ندفع بالاحتمال خطوة إلى الأمام فإن هذه الجزر لن تكون مجرد حياد قدري كما كانوا في عصر قابليتهم للاستعمار فلو حياد واع ومفكر وعملي باء مقتضى هذا الحياد في حالة المسلمين في الحروب القادمة وهذا مجرد افتراض أن هذه الجزر من السلام ستكون ورشة للعمل والدراسات فاندونيسيا قد استدعت الاقتصادية الأولى في العالم شاخت الذي خطط اقتصاد الرئيخ العالمي وهو اليوم يشرف على آخر بصمات النظام الاقتصادي الاندونيسي وإذا عرفنا نحن المسلمين ما يستطيع هذا الخبر الاقتصادي أن يقدمه وهو القادم بعد الحرم بلاد فقيرة كألمانيا فإن عالم من ستين مليون إنسان يستطيع إذا كانوا على استعداد لتقديم أفكارهم وأيديهم أن يضع في خطته سبولا منهجية الاقتصاد يتوفر لهم سبق غنى على الفريقين المتحربين ولأن العمل والأفكار لا يزالن في بدايتهما في الوقت الحاضر فإن على أندونيسيا أن تواجه الفوضى التي خلفها الطبع الاستعمار الهولندي إذ لكي تخوله خطط الشخط الولوج بالكامل في السوق العالمية الحالية فمنهجية السوق العالمية تم ترطيبها تبقى غاية سياسية بين اللاعبين أمريكا وبريطانيا لذا فهم سيقفون سدا أمام الاقتصاديات الناشئة إذا لم تزود بمفعالية الدخول في السوق بقوة استثنائية وهنا يقتضينا حتى لا نركز على مؤشر وحيد له معنى أن نضيف عنصرا إلى خطر شخط واهتمام البريطانيين بإعادة سير اليابانيين إلى وطنهم بعد أن عطلت الحرب كل مرافقهم وإنتاجهم ومن هنا فالجنود اليابانيون يستطيعون أن يجدوا لدجارتهم أندونيسيا المستقلة الآليات الفعالة لتصنيع البلاد فتاريخ اليابان نفسه هو إمارة تطور السريع في آسيا الحديثة لكن الإنجليز سوف يخاولون حينئذ انتفادي تجربة تجارب اليابان في أندونيسيا بعد أن تجاوزت اليابان في مدى نصف قرن سائر المراجع التي تفصلها عن نظامها القديم البالي وأصبحت في العصر الحديثي الأكثر تقدما لذا فالإنجليز لا يكررون ذلك في أندونيسيا ولكنه مع هذا العيق فالنفرد لو أن اليابانيين نزلوا في مرافع أندونيسيا بكل بسطة وانفتاح وتعاون أثناء الحرب المتوقعة فإن الاقتصاد الاندونيسي الذي اخترناه نموذجا من بلد إسلامي سوف ينتفع بصوت حاجات هذه الحرب بأقصى طاقاته من إنتاج زراعي وصنعي لأن الطلب سوف يزيد على كل ما تندج أندونيسيا وهنا فكل فريق في الحرب كي يسبق الفريق الآخر يعمد إلى شراء إنتاج أندونيسيا ليقع الهدو في فراغ يربك حركته القتالية هذا التنفس حول الطلب يرشط بدون شك حركة الصناعة في أندونيسيا بما يسرع في برنامجها الاقتصادية فالحرب القادمة مع الحياد الإسلامي سوف تفتح الطرق لمقايدة تضع المصارف جانبا لصعوبة أو استحالة في التعامل معها لذا فطبيعة الواقع تفرد نفسها وتصبح مقايدة طن من الحبوب مثلا أو من الحديث وما تنتجه المناجم مقابل آلة صناعية السورد من الدول المتورطة في الحرب فإن ذلك سيكمل جهوزية مصانعها الميكانيكية كل ذلك وفق خطتها الاقتصادية التي شرعت تبنيها بأشراف الخبير الألماني شخت وهذا كله يفتح للعالم الإسلامي باب التجارة الدولية التي هي أساس العلاقات الدولية الاقتصادية إذا ما عما نموذج أندونيسيا على البلاد الإسلامية لكن كل هذا يبنى على الصورة التي ستنتهي بها الحرب فإذا انتهت الحرب بدون مقاتلين أو أن أحد الفريقين مني بهزيمة صاحقة تهدمت معها مدنه ومصانعه جزئيا وغذى اقتصاده منهارا كليا وبات مجتمعه في حزن بالغ وضعت تقاليده في فوضى الهزيمة فماذا يعني هذا الانتصار؟ هذا الانتصار سيعني أن المنتصر سيبقى في حدود أرضه سيد ركام الحرب ومآسيه وهو حر لكن في التفكير في مصيبته لذا فهذا الانتصار لا يخويله عدة صيارة نظام عالمي جديد ومن ثم فالمستقبل سيكون عيدا للبلاد التي بقيت محايدة وكان حيادها فاعلا ومتحفزا مدركا لأبعاد مستقبله وهنا في ظل هذا السكون البائس الذي سيركون إليه صراع الحرب المتوقعة سيكون لحياد العالم الإسلامي الكلمة العالية وهي كلمة قرار في عالم جديد كلمة تأتي من البلاد الإسلامية متضامنة مع هند نهر تعلن نهاية الفصل في مصير الاستعمار فالنصر إذا مكن لأمريكا في هذه الحرب المتوقعة فالغرب سيفقد حتما السيطرة والرقبة على آسيا وإفريقيا وقد أصبح قدرهما واحدا مع غياب السيطرة الاستعمارية أما أوروبا فإنها سوف تقتصر على مواردها الخاصة لغير دعم من مشروع مرشال كما أنها لن تكون قادرة على إعادة بناء اقتصاد سلام الرومانية لأن مصانعها المهدم لم تعد لديها الطاقة في موارد مالية محدودة فالمستعمارات قد تغير موجودة لتقيل عثراتها مع عادة آسيا وأوروبا وإفريقيا فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن أوروبا ستفقد سوقها المداخلية حين يصبح إنتاجها أدنى من حاجاتها الاستهلاكية فسوف تتحول إلى زبون صناعة الناشئة في البلاد الآسيوية الإسلامية والهند فكيفما كانت نتيجة الحرب القادمة في البلاد الإسلامية ستغادل تخلفها لتصبح في المقام الأول من المنظومة العالمية لأنها الوزن الأوفع لكن في مناخ الحياذ الإسلامي الذي سيظهر حصاده مخايف راهنة يمكن أن تنشأ خلف سطور خطة القادمة في الغرب فعندما يؤكد إزنهاور منذ عام مضى أن العالم الإسلامي قد بدأ يتقرب ويتضمن فيما بينه بعيدا عن الصراع بين الغرب والشرق في الحرب الباردة فالجنرال الأمريكي من وحي هذه المخايف تحدث بصراحة تشف عن ما تخفي أفكاره فإذا ما قامت حرب في الظروف الحضر فسيصبح الرهان منصبا عن ربط الإسلام في منظومة الحرب المسلحة تفاديا لوحدة تستعيد شعارا ما تسميه أوروبا الخطر الإسلامي فخطة الإستعمار لمبعد الحرب هي أهم من أفكار الإعداد للحرب إنها لتعطي لكل فرصة مادية أو فكرية أو أخلاقية تبرز خارج هذا الصراع القادم فحين يرى الإستعمار بلاد إسلامية كأندونيسيا تملك كل طاقة في تزويد جبهتي الحرب المتوقعة بالمؤن التي تباع بأفضل العروض فهذا الموقع المتميز سوف يجعل البلاد الإسلامية في المقدمة غنية بمواردها واقتصادها فما يعنيه التصريح ثلاثي الشاهر الأمريكي البريطاني الفرنسي ثم التركي الذي لا يعرف لماذا في الدفاع عن الشرق الأوسط هو الحلولة دون حدوث هذه النتيجة وأمام هذا التصريح لا يبدو لي أن القادة العرب يدركون ما هو أبعد من الطابع العسكري لحرب قادمة في حين أن الإنذار الثلاثي يرسم لما بعد الحرب لو أنها ستقع أعني الحالة التي سيكون العالم الإسلامي عليها بعد الحرب المتوقعة فالخطر الإسلامي الآت من الحياد في الحرب يجب بكل بساطة تحويله وذاته إلى ساحة حرب حتى لا يستطيع العالم الإسلامي القيام بأي عمل إيجابي حتى ول عمل لفرد الاستعمار الذي انهزم بعد الحرب العالمية في صورته التاريخية وهكذا يحافظ الاستعمار على مستقبل يخلفه في أرضية خرج منها لكي يعود مجددا هذا الجانب هو الذي يهم الدبلوماسيات الغربية حاليا فبريطانيا قد انسحبت من الهند لما رأت الهولنديين يتركون بخار ويهيئون دبلوماسيتهم الحالية لاستعادة سيطرة الإمبراطورية الاستعمارية الأوروبية فماليسيا وسانغافورا هم مجرد قواعد لجنوب شرق آسيا كما هي إسرائيل في الشرق الأوسط أما فورموزا واليابان وكوريا الجنوبية والهند الصينية فهي ليست كما يدعي الغرب سدود حرب قادمة ضد الشيوعية بل هي مواقع لمبعد هذه الحرب كمرتكزات نظام يسوده العصر الإسرائيلي في مدى غير محدود ويجب أن نضيف بدون شك تلك الاهتمامات المسيطرة فالمشكلات القائمة التي تطرح نفسها بطريقة دراماتيكية تضع الغرب في مأزق بين مد وجزر إزاء رجال أثبتوا أن باستطاعتهم أن يجدد نموذج ستالينغراد في كوريا الشمالية من أجل سائر هذه الأسباب بالخصوص تلك التي تتعلق بالحالة التي تعقب الحرب القادمة فإن السياسة الغربية عليها أن تبذل ما تستطيع لإدخال الإسلام في هذا الصراع ومن هنا وعلى ذوي هذه الاعتبرات من الواجب فهم الموقف الأمريكي فيما يتعلق بقضية شمال إفريق عموما والقضية المركشية خصوصا التي أجل البحث حولها في الأمم المتحدة فالحياد الإسلامي أمام سائر هذه الوجوه مشكلة الساعة الرئيسية ثالثا نتائج دولية للحياد الإسلامي عقب أحداث عبدان في إيران بدأ ثم تحياد غمض للعالم الإسلامي لحاضر حيال الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي والعالم الإسلامي في الواقع وجد نفسه مصاقا للتحالف مع طرح نهره والدبلوماسية الغربية هنا سجلت بضربة واحدة تجاه إيران خسارة مزدوجة ثم إن الحياد الإسلامي سجل نتيجة أخرى هي التقرب غير المنتظر بين الإسلام والبوذية والبراهيمية في الهند فقضية كشميل التي بدأت تطرح في تفاعلها حلا عسكريا يفضي إلى انقطاع النهائي بين الهند وباركستان كان هناك الوقت الكافي نفسه لاتجاه مخالف عقب اغتيال يقاط علي خان لولا وجه آخر في قرق السياسة الغربية هو التبشر بالإسلام في الهند وهو يمثل الخطر الأول في عيون الغرب سابقا على التبشر بالي الشيوعية وكلمة دي زرعيل في بداية القرن هي المعيار في هذه السياسة وهنا لا بد أن نأخذ العامل اليهودي من أجل الإمساك بهذه القضية وذلك بقطع النظر عن خلفيات العصر الحديث التي فصلناها في الحصول الأولى من هذه الدراسة فاليهود اليوم قد حولوا اهتمامهم نحو الشيوعي حين شعروا أن المقود قد بدأ يفلت من أيديهم منذ أن أصبح الاتحاد الصوفيتي خطرا عليهم إذ لا يزال ثم تفرقات متباينة تتيح اليهوديين أن يؤدي دورا في إطار الشيوعية حتى في عصر الطالين ما لا يستطيعه في إطار إسلامي والدستور الشيوعي لا يمنع مواطرا يهوديين أن يتولى مسؤولية في القضائب أن يصبح قاضيا أو نائبا عما لكن أي الدستور الإسلامي لا يستطيع أن يقبل قاضيا يهوديا هذا المعيار البسيط له اعتباره بحيث يرى اليهودي وأفاقه فيما يخصه في مجتمع شيوعي وليس في مجتمع إسلامي وهنا سيأخذ بالاعتبار أن المجتمع الإسلامي مغلق أمامه نهائيا لكن في المجتمع الشيوعي ورغم انقطاع أي منقطاع رابطا بين اليهودي الروحي ومركس فإن الباب مفتوحا أمامه ليتولى مركزا مفصليا ومتقدما مثل إليا أيهرنبورغ الذي أضحى الكاتب الأول في الاتحاد الصوفيتي هنا يصبح الإسلام في النتيجة تبقى للمعيار اليهودي خطرا مسلما به بيتقدم الخطر الشيوعي رطبة واستراتيجية ومن هنا فإن الخطر الإسلامي هو خطر في السياسة الغربية عموما فحياده في أفاق الحرب القادمة يسبب ضررا كبيرا حين يصبح عامل رئيسيا في بنية العصر الآتي لمبعد الحرب ولمواجهة هذا الدرر الذي يسببه هذا الحياد تجاه الحرب القادمة تنصرف قيادة العمليات الدولية لدرأي مخاطره المستقبلية في أفاق العصر الحاضر ونستطيع أن نلمح نذر هذا الخطر على السياسة الغربية من الخطوب الرسمية التي ألقيت في الفلايات المتحدة منذ عدة أشهر وتناقلتها الصحافة وهي تنحو إلى الشدة وعدم التهديع فهذه اللعاة الخازمة في لعبة سياسة القوات التي انطلقت في مساحة الحرب الباردة لها معناها بما يتجاوز مساحة هذه الحرب ويشير إلى تحول جدي في الدبلوماسية الأمريكية وهذا التحول والتوجه تفعل وتعظم على ما يبدو مع رجوع تشارشل إلى السلطة والبريطاني الأول لم يتوقف كما يبدو عند اقتراح مؤتمر للكبار عقب عودته من واشنطن وقد ذهب إليها ليضع البصمات النهائية للدبلوماسية العربية مع أمريكا بل إن تشارشل سيعطى لمفهوم الكبار مدى يتناول موسكو أيضا حين أعلن بأنه سيذهب شخصيا ليلتقي بسطالين إذ يجري الحديث في أربقة وأندية السياسة في العواسم العربية عن إمكانية تجاور واتعاصل بين النظام الشبوعي والنظام الرأسمالي فهذه الأطرحة التي كانت منذ عام مضى غير مقبولة أغذت على العكس تساعد بالذاكرات فلسفة الأنجلوساكسون في التحذير للحرب الأخيرة حين أصبحت فكرة التحالف مع الاتحاد السوفيتي ضرورة لازمة للإمساك برأس هتلر فهذا التقارب يشعر نادمنا بمدى الاهتمام بمنع حرب ضد الشيوعية ما دامت القضية الإسلامية لم تأخذ بعد حيزا في النطاق الدولية فهل يمكن لهذا الاهتمام أن يصل إلى حد الوفاق مع روسيا عبر توقيع معحدة بينهما؟ هذا ما يبدو فعلا لكن الشيوعية لن تبقى طويلة لتحول هذا الوفاق مع رأسمالية إلى نصر بغير سلاح ولا إرقة دمعه وهو نصر في المدى العقائدي شبيه بما هي الشيوعية في إيطاليا وفرنسا وهناك من المؤكد أن قدر العالم سيكون بصورة نهائية في يد الاتحاد السوفيتي وهو سوف يفرض نظامه بقوة ليس في أوروبا وأمريكا فحسب بل وكذلك في البلاد الإسلامية لا شك أن أفقا كهذا على فرض حصوله سيؤدي إلى انتحار الرأسمانية والمسيحية وهو انتحار يهدف إلى سد الطرق أمام الإسلام في البداية هذا الوجه الآخر ليس مستحيل إذا ما توفر له العامل اليهودي لكن الخطر الإسلامي يتعاثم بالنسبة لليهود إذا منشبت الحرب والحياد الإسلامي لم ينجر للدخول فيها وهنا يجب أن نأخذ بالحسبان ما هو غير محسوب في هذه الصيغة السلمية فاليهود يمكن لهم أن يقبلوا بانتحار الرأسمانية والمسيحية وهم يستطيعون ذلك إذا لم يصاحبه سيشعروا بهذا المخصر لدى مجتمع الرأسمانية والمسيحية وهنا فاليهود ليسوا في هذا المجال سادة اللعبة بصورة مطلقة فما ليس بالحسبان أن الغربيين لا يقبلون بدون ثمن انتحار حضارتهم هنا لابد أن تفتش الدبلوماسية عن حل آخر يكون وسطا بين اتجاهين ألا تترك الشيوعية تقرر مصير العالم ولا تترك الإسلام ليصبح قوة له عسابها هذا الحل يمكن لسياسة الممطرة أن توفره في تأجيل الحرب بانتظاره أن يتورط فيها العالم الإسلامي هنا يؤدي عمل الوقت دورا رئيسيا لكن هذا التأجيل لا يفيد نظريا غير روسيا إذ يتيح لها استكمال فريقها الفني وفي الوقت نفسه يبعث بإشعائه السياسي وهنا لا يكون الوقت في مصدحة الغرب إذ سيصبح الحياد الإسلامي بصورة مفاجئة عامل سلام لكنه سلام عارض وموقعت وهنا لابد أيضا أن يصبح الحياد الإسلامي هدفا وخطة وليس مصادفة ستبعدها مصادفة أخرى في إدارة العالم وهذا كله ليس حل لمشكلة لها تأثيرها في الحرب القادمة بل لها تأثيرها على مخطط المستقبلي بعد الحرب لبناء عالم جديد لذا ليس يدهشنا أن نرى الدبلوماسية الغربية في الأسابيع والأشهر القادمة تعمل بكل الوسائل إلى تأجيج الحرب استدراجا إما بالإقناع أو الوعود أو الضغط لكي يدخل العالم الإسلامي والحرب كطرف ترتكز عليه السياسة الغربية وبكل حال يبقى الأمر طويلا ينتظر لأن الأقتلى يعمل لمصلحته فالحرب بين الرأسمالية والشيوعية حرب قائمة القسم الثاني العالم الحديث قضية حضارة على عتبة العام 1952 كل شيء يشير إلى نهاية العصر الحديث في القادمة من الأحداث والأيام وإذ العصر الحديث قد عفى عليه الزمن واهتفتت فسوف ينهار بناءه حجرا فحجرا حين يرد عصرا جديدا يريه أما الحرائق ودماء الملايين التي سوف تصفك في الحروب القادمة فسوف تظل في ذاكرة الشعوب باعتبارها النتيجة الوحيدة لصفحاتها في تاريخ استدار وخلف وراءه حضارة التجار أما صفحات العالم الذي سياتف متزال بكرا فما هي اليد التي ستكتبها وترسم عليها مصير الإنسانية المسلمون وضعوا هذا السؤال المخيف الذي ما يزال يسكن الفكرة لهودية في هذه اللحظة كيفما يكون تاريخ العالم الذي سياتف إنه سوف يجد نفسه بالضرورة أمام بعض خصائص موروثة وأخرى ستكون من لوازم تكوينه فالأولى سوف تشكل إرثه من عالم مضى والثانية سوف تكون من حقيقة وجوده هناك إذن مشكلة في طبيعة مختلفة كل منهما عن الأخرى لأن الأولى والدة مباشرة لخصائص متعددة بعضها أدى وظيفته أو يكاد والآخر لم يصل إلى غياته أو ما يزال في معحلة حمل لم يلد بعد وستكون هذه كلها تاريخة عالم سياته وفي معجنه إرث مخلف العالم الذي مضى مضافا إلى حصائص ما هو آتن حيث جميعها عدة بناء الحضارة الأول وليدة الآتية في النهاية من أجل العمل في هذا الاتجاه أو ذاك حول هذه الحضارة يجب أن نأخذ بالحسبان ماذا يمكن أن يكون هذا الأرث بمعنى أن نلقي نظرة على الجوانب المنتهية كما على التي لم تنتهي بعد من أجل أن نناقش دورها في العصر الحديث في الفصل السابق أبرزنا بعضا من هذه الخصائص لكن هنا يجب أن نقدر الأمور بمنهجية أكثر من أجل أن نستطيع التعريف بها وبنتائجها في تحديد مهمة الإسلام في العالم الذي سيأتيه لذلك يجب أن نضيف هذه الخصائص إلى جدول شامل من أجل دراسة أكثر سهولة لهذا الارث في العصر الجديد في الجدول تبدو العناصر التي وصلت لأهدافها وتشكل هذه العناصر حالة إيطاء أما العناصر التي لم تحقق بعد أهدافها ولا تزال قائمة حتى الآن فهي الطبيعة التاريخية لعصرنا ومن الملاحظ مع ذلك أن العناصر التي بقيت أهدافها بغير تحقيق بعضها تجاوزه الزمن وأخرى ما تزال تحمل بذور التأقلم والتحول مع الطبع الجديد في النظام الجديد أما التي ما تزال تجاها منها فهي تستطيع أن تستكمل مسيرتها في العالم الذي سيأتي حين تندمج في طبعه العام على ضوء هذه الأسس فقد وضعنا إشارة سلبية أمام العناصر التي فقدت دورها أما الأخرى كنزات اليهودية والحضارية والرأس مالية والاستعمارية فهذه الاتجاهات هي حالة غير محسومة والمجال مزال أمامها مفتوحا في ختام حرب قادمة لتسلك سبيلها في إطار إرادة تنظيمية للعالم الجديد لذلك وضعنا أمامها علامة استفهام وفي النهاي وضعنا علامات إيجابية أمام حالات واتجاهات ستكون حتما جزء من التاركة التي سيرثها العالم الآتي فتاركة هذا العالم الحاضر نستطيع أن نحددها ما بين عناصر أكيدة إيجابية وعناصر تضرح للبحث يتركها العصر الحاضر للعالم الجديد كما يليه عناصر أكيدة تكنولوجيا عالمية اشتراكية تخطيطية استعمار عناصر مطروحة كمشكلات يهود استعمار وعنصرية رأسمالية وشيوعية مادية هذا البيان يبدو لنا فورا ثغرة تستدعم لحظة من ناحية الواقع هي أنها تشير إلى غياب الدين وبدونه فإن حضارة ما غير ممكنة فالمسيحية قد أدت مهمتها الحضارية في العالم الحديث لكن محورها الذي عرفته سيطرك المكان خاليا لدين جديد لابد أن يملأه كي تسعيد الحضارة دورها ورسالتها أما المادية فلن تحمل أي مائحاء لروح الإنسانية بل سوف تصاب هذه الروح بضربة الحرب المفاجئة فالروح في أزمة الحرب لا تبحث أبدا عن إيديولوجية للمعركة بل عن فكرة تواسي شراحها هذه الطريقة التي عرضناها تبرز من ناحية أخرى كم هي العناصر التي لابد للإسلام أن يماثلها تعبيرا وتمثيلا وكم هي العناصر التي لابد أن نستثنيها أو نصحها لكي تصبح فكرة مواساة في عالم جديد فالإسلام لديه حس النزعة التخططية ولابد أنه يملك الخبرة العينية التي بها يضبط الطاقة الذرية ثم يستوعب النزعة الاشتراكية في معناها كما يجسد العالمية وهذا هو الشرط الذي سوف يضع جميع العناصر الثابتة وكذلك الاتجاهات في تناغم الخطى عالم جديد فشرط الإسلام أنه دين قادر في تكوينه على تصحيح الرأس مالية وتعديلها وكذلك الشيوعية ومحوى العنصرية والاستعمار ليأخذ على يد اليهود في إدارة العالم وهكذا نرى دور الإسلام في عالم جديد يعتمد على قيمته الداخلية بقدر مال القيمة الروحية وفعليتها من قدره على استيعاب مخلفات عصر المضى في تجدد الحضارة الإنسانية صدمة عودة الحرب في المستوى الإنساني من الصعب تصور كل نتائج حرب سوف تتوفر لها أظم الوسائل تقريبا وحيث كل مخارب سوف يضمر روحا من العذاء لتعرفها البشرية من قبل روحا مليئة من الكراهية والعنف لا تبقي ولا تذر ومن هنا فإن من الصعب في حرب كهذه تصور نهاية لها على الأرض التي تشتغل عليها وعلى الشعوب التي ستدخل حلبتها بحيث لا تستطيع تقدير مدتها ما دامت الأفكار والبواعث في هذه الحرب فوضى ولا وحدة بينها ولا هدف يجمعها على كل فحرب غير أفق عقلاني لسلام تسع إليه يمكن أن تستمر مئة عام لكن وكما أننا تركنا سابقا جانب أفق التهدم الكلي الكارثي مدام أنه ممكن فلنترك هنا جانب روح التوصير والسقراء النجوم لقدر مقدر لما سوف تنتهي إليه الحرب القادمة ما يهمنا هو نتائجها الإنسانية ذات المسعة العقلانية استنادا للطبيعة الأشياء التي نراها والتي نعرفها بكامل تفاصيلها ونحن في زمن على مقربة من حرب تسمى اليوم عبر الصحافة الحرب الباردة هذه المرحلة الغريبة من الحرب هي واحدة من مجمل المظاهر التي نقدرها عاليا والتي ارتصمت خصائصها في الغرب وما ذل عليها ما جرى في الشرق الأقصى من أثمة أخلاقية لا سابقة لها ففي الحرب العالمية الأولى اهتزز المرتكزات الأخلاقية للحضارة الحديثة فكان في كل بلد متحضر موقفان فحسب لهم الحد الأقصى أقصى البؤس وأقصى السيطرة والأزمة الاقتصادية تولد بين هذين الموقفين المتعارضين ومن تعرضهما ينشأوا الانقسام الداخلي الذي نرى فيه اليوم السمة النهائية المهتمة به سياسة كل بلد متحضر حين ينقسم المجتمع فيه إلى رجعيين وتقدميين وقوميين وشعيين ولكن في الوقت نفسه كما هو في أمريكا وفي البلاد الغربية كألمانيا وإيطاليا فأطروحة المدى الحيوي تولد من هذا التعارض إذ لا يبد في أي حرب عالمية أن تصبح نهايتها الأخلاقية أكثر تصدعا كما هو شأن الحرب الأولى في حياة الشعوب فهناك حتى اليوم الكل يتحدث عن النظام الأخلاقي القادم فألمانيا التي عرفت أكبر الكوارث في تاريخها وفقدت كل آمالها في هتلر لا تؤمن بشيء وبالخصوص لا تؤمن بالقيمة الروحية للمسيحية أما في الطرف الآخر من العالم فاليابان التي أرشكت على خسارة إمبراطورياتها قد ضاعت في الوقت نفسه الميكادو هذا للبلدان يعطيهن فكرة عن مدى الصدمة التي تحدثها عودة الحرب على المس والأخلاقي فإيطاليا واليونان وفرنسا وكثير من بلدان أخرى كبولونيا حيث خيال الحرب قد تجاوز الكنيسة والمعبد وهؤلاء جميعا ليسوا سوى شهودا العصر ثائر وفي تضاعفه بحث عن إيمان متجدد بإله جديد هذا الاهتمام المقلق يقرأ بحتى بين أسطر شعي منهزم فالعالم المتحدر وقد أصبح أكثر استعدادا لأسوه يطرح أيما مثال يمنحه منعا روحيا سبيغاتيوال إذا تركنا لهذه الكلمة معناها المدية الأكثر عموما لأن العالم ينتظر الحديث عن الروح لكنها لا تزال لم تلامس بعد نفسا حيا يدفع مشاعره فماذا ستكون هذه المشاعر ومن نموذج الأخلاقي الذي سوف تنطلق به حرب عالمية قادمة أمريكا التي تتحدث قليلا عن الروح وتؤمن بالآلة التي تنتج رفاهيتها ماذا سوف تكون عقب حربين ستقدم آلتها ورفاهيتها ألمانيا التي تهدمت في حربين عالميتين سبقتين هل ستستطيع التفكير في حرب عالمية جديدة إنجلترا التي تؤمن بعملة الإسترليني كيف استدفعوا ما عليها حينما يغضو مصير نقدها مصير المارك سنة 1925 فيرنسا التي حصرت ثقافتها وحياتها في الإمبراطورية الاستعمارية ماذا ستصبح إذا أضحت بدون إمبراطورية ويسدوها العجز والانقسام بسبب الحرب وكيف ستعيش هي نفسها اليوم في ظل حرب مدنية في الواقع الحرب ستكون ظاهرة دموية تترك المجال لظاهرة دموية أخرى ثانوية من كل مكان حيث تبقى ظورة مستمرة في كل مستعمرة تسعى للتحرر أو بلد مستعمرة تستولي على السلطة من خلال طبعة جديدة بعبارة أخرى هذا الطفان الآتي ستكون عناصره غير مترابطة وسيكون طينا طريا مجددا إنما بأي طين وبأي وحل وبأي شمئزز يتركه في ضمير وروح البلاد المتحدرة ففي البلاد المتحدرة على المسيحيين المنتزمين قد هربوا من شبكة الكنيسة إنما هي شيء من دفعة روحية إصلاحية المسيحية بدأت تحيي في روحه متعطشة إلى سلام وعدالة تبعد شيئا فشيئا للمرجعية البابوية هناك تعارض المخيف لا يجرى أحد على التعبير عنه وهو سوف يضعهم غدا في اندفاع ما مع الحرب القادمة يجد المرأ نفسه وقد توقف إحساسه كإنسان أو توقف عن أي أن يكون المسيحيا وفي غضم هذا النهر من الروح الذي يندفع في مجراه يمام مشهد المدن التي غدت مهدمة والبلاد التي دخلت المأزق واحتواها الصمت وخراب الأرض المشتعلة يجد نفسه منساقا إلى مصيره فهل تستطيع الشيوعية استقبال هذا النهر من الإيمان البائس وهي نفسها في قلب الحرب الأخيرة قد انزحت عن سرير الانذباط الذي رسمته المادية الجدلية ليخرج القلق واليأس إلى مساحة من الروح في الكنهاز الأرتوذكسية وقد بلغ القمة في حدوده المادية التي هي نقيدها الأعلى وهكذا نرى المسيحية ذهبت تنضم إلى الشيوعية ليعبر كل منهما للآخر عن فكرة مواساة فالنجون من طوفان النار والحديد هم الذين تستجيب لهم وجهة الإسلام في مقبل العالم القادم لكن الإسلام لا يحمل مسؤولية هذا الدور إلا حين يستطيع احتواءه في ثقافته أكثر مما يعطيهم قيمة من عالم الغيب كإسالة سماوية فقائمة العناصر التي لم تنتهي خصائصها في العالم الحاضر والتي ضمها الجدل الذي وصلناه في الفصل السابق يبقى على الجيل القادم أن يستكمن نواقسها وفوق كل ذلك فالعالم يستطيع أن يكون شوائيا ورأسا ماليا بعد الحرب وهذا سوف يعتمد على الظواهر الثورية الجانبية التي سوف ترافق النزاع المسلحة مع نزعة الحياذ الإسلامي بالتضامن مع الهند لكن الحل ليس بيد العالم الإسلامي في كل حال فذور الإسلام يرتصم في طليعة الأشياء نفسها وفي التضور الإنساني قبل وبعد الحرب القادمة لأن قائمة العناصر التي ستدخل في التركة هي التي سيرثها العالم القادم منها لعالمية كأحد الاتجاهات الأساسية لعالمنا الحاضر رغم نزعة السنسا من أملتها بعض الانحرافات الكاريكاتورية أمثل عصبة الأمم المتحدة السابقة والتي برزت في الحاضر كهيئة الأمم المتحدة أو المواطنة العالمية فكل تسابق في هذا الاتجاه أضح ذا طبيعة أدت غرضها وانتهت كحالة توازن طبيعي للعالم الآتي فهذه العالمية ستعبر على الخصوص عن وحدة معنوية ستلتخم على الخصوص مع الفكرة القرآنية التي يؤيدها ويفسرها مجرى الأحداث تخطيط وتبشر الإسلام مع الحرب القادمة تزداد الحاجة كما لم يكن من قبل إلى روح جامعة روح لها دورها الفاعل في حال المشكلات في سلم عالمي حيث الحضارة في هذه المرحلة لا تختصر في قرأة أو جنز بل تشمل الإنسان على اختلاف الألوان والأنفس كما هو التعبير القرآني ففي قائمة القيم الروحية الحالية حيث لا يجعل مجال لترقب وحي جديد بعد ختام الوحي بالإسلام يبدو الإسلام وحده هو المؤهل للمستقبل لرسالة تفي بشروط البقاء على هذا الكوكب لسائر الأجيال المستقبلية لكن إمكانية كهذه لا تحمل أي تأكيد فالإسلام مثلا لثلاثين عاما من القرن الأول لظهوره بالرسالة المحمدية بلغ العالم أجمع حين كان تشعره هذا المفاجئ بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأول وهنا لا نريد أن نعود إلى قضية صفين أو إلى أسباب أخرى حولت الثقافة الإسلامية إلى ثقافة إمبراطورية حالت دون دشار كلي وهنا لا يجب أن نتهم القضية العينية الأصلية للإسلام بل نتهم الرجال حيث إن لم يدركوا دوابط الشروط التي حققت هذا الانتشار السريع فالعالم الإسلامي هذه المرة يمكن أن يفشل إذا لم يلتزم المعايير والمعطيات الداخلية والخارجية للمشكلة فمن أجل القيام بهذه المهمة فإن العالم الإسلامي ملزم بأن يتعامل ويناقش قائمة جرد التريكة التي ورثها العصر الجديد إذ ثمت محاددات واضحة لابد لثقافة الإسلامية في مهمتها الجديدة أن تستوعبها لتأخذ بعد عالميا وهنا في النطاق الخاص كما في النطاق العام يجب أن تأخذ سائر الأنشارة طبع العمل المشترك المتعاون في ظل عمل تخططي والدعوة للإسلام ليست استثناء في هذا النطاق والعالم الإسلامي ارتسمت جغرافيته كنبات المراعي حيثما اتفق وصول أقدام الفاتحين في تبليغ الرسالة وها هي 14 قرن ارتسمت عبرها جغرافية العالم الإسلامي لكن لما هو آت فالأمر يتطلب مسارا مختلفا يغرس في حقل المدى العالمي بكل دقة وموضوعية وفي طرق المدروس تأخذ بعين الاعتبار سائر العوامل المقبولة والمرفوضة في مدى شعاع الدعوة ثم يسلكها في خطة مقررة تحد المراحل والوسائل والأهداف فالمسلمون المعاصلون اليوم تغيب عنهم أو يرون بصعوبة التشعوات البعيدة التي تفرغها مشكلات واقعية ملموسة ففي واقعنا الحاضر مثلا يبدو أمامنا الاستعمار إنما بغير احتلال للأرض ولذا فالأرض ستؤول إلينا أما القابلية للإستعمار فمن الممكن جدا أن تغيب عن فكر مخاطط الدعوة للإسلام باعتبارها شيئا يقع وراء مشكلات الدعوة وليس أمامها وهنا فالمشكلة التي أراها اليوم هي على العكس شيئا راهنا مشاهدا بصورة أساسية في حياتنا الآن وعلى الخصوص في مستقبل الجيل الآتي ومن المؤكد بعد الحرب القادمة إذا ما بقي العالم على قيد الحياة وتأهب لإعادة البناء بطريقة أو بأخرى فإما أن يستعير من الإسلام قيامه الأخلاقية أو أن يستعير قياما صنعت من اليهود مثلا بمختلف عناصرها فإذا كانت الحالة الأخيرة فلن يكون مستحين حينئذ أن تتضافر المصالح والأفكار ضد العالم الإسلامي كما كان من قبل تضامن الاستعمار وهو يعمل بإدارة اليهود والدعوة التمشيرية إلى الإسلام كما نرىها تعالج مشكلة واقعية ملموسة ينبني عليها نظام جديد ومدمون لا يملك فيه عصر السامري أن يتكرر مجددا كما جرى في مسيرة التاريخ من هنا فالمرتقب لدور العالم الإسلامي بعد الحرب سياسة طويلة المدى واستراتيجية فاعلة هادئة استراتيجية تسعى نحو مستقبل تزول فيه أسباب الحرب هذه التوجيهات عليه أن يدركها قارئة الواقعية حتى ولو كانت لا تجد لديه وعيا في خلتها الراهنة إذ يبقى في النهاية أن نعرف المنهج والوسائل والمراحل وهي جوانب تدخل في مستوى عملية التخطيط التي وضعناها في خانة مشكلات لم تتحقق بعض نتائجها في عصرنا وفق الجدول الذي أشرنا إليه خطة المسلم إذا عرفنا التبشير والدعوة إلى الإسلام بوصفها استراتيجية عليا للسلام فذلك في مصلحة السلام أكثر مما هو لمصلحتها والاستراتيجية كفكرة لابد أن تبنى على مركزية قيادة عليا تراقب وتوجه بصورة مستمرة برنامج أداء رسالتها في وجهتين نظر الأولى داخلية توفر الوسائل اللازمة لتقود جيدا برنامجها العملي والثانية وجهة نظر خارجية هذه المركزية العليا هي بذاتها العنصر الأولى الاستراتيجية وذلك من خلال وجهين الوجه الأول يتعلق بالخطة في جانبها الداخلي لتقوم بدراسة واقع البلاد الإسلامية نفسها وتزويد الاستراتيجية بالوسائل والوجه الثاني يتعلق بجانبها الخارجي الذي هو البلاد غير الإسلامية التي تشكل مساحة هذه الاستراتيجية فالخطة في جانبها الداخلي هي عملية تحليلية أشرنا إليها في القسم الأول من الدراسة وألقينا الدواء على العوامل المرتبطة بالقابلية للإستعمار في العالم الإسلامي ثم هي عملية تركيبية أشرنا إليها في كتابنا شروط النهضة حين حددنا الوسائل ليكون في مجموعها الخلاصة النهائية من القابلية للإستعمار فهي مرحلة الدعوة مع العالم الجديد لا نستطيع رؤية المستقبل الرخي للعلاء العالم الإسلامي كما هو اليوم بين يدي البرجوازيين ولا الأميين ولا كذلك العلماء في واقعهم الخادر فوجهة العالم الإسلامي تتطلب بصفة عامة نخبة مختارة ثم الدعوة للإسلام تتطلب سبلا متنوعة أكثر تحديدا تنطلق من مركزية قيادة الاستراتيجية العليا هنا ليس في رعبتنا أن نردد ما سبق أن قلناه في التعريف عموما بالثقافة لكن في هذا الإطار العام هناك مكان لأن خدم الحسبان ما يقتضيه العمل من اختصاص يرفض القيادة العليا للدعوة الإسلامية وهنا تبدو القيمة الخلقية والمسلكية والفكرية للفرد في المقام الأول سواء في الأداء الروحي أو في بيئة المحيط حوله والذي يعمل فيه ولا ديرهن أن يكون طبيبا أو صيدرانيا أو محاميا أو قاديا أو علمانيا فالدعاية الذي يحمل راية الدين والعقيد ويتحدث إلى الجمهور بها ويسلكها في الضمان الإنساني عليه أن يكون أولى المرتزمين بها بوصفه قدوح فتكوين الأطر العاملة في مسار الدعوة يفترض مسبقا للإيمان الديني لدى الفرد حتى لا تقع الدعوة في أحراج السلوك الفردي أو بالكذب الأكثر بشعة هذه الأطر تبدأ من القاعدة الأخلاقية ثم القاعدة الفكرية المبنية على ثقافة العامة عن جمالية الأداء وأخلاقية السلوك والمنطقة العملية في المبادرة وتبقى الخبرة الفنية تضاف إلى ما نسميه تقنية الدعوة والتبشير بالإسلام إذ الخبرة الفنية في سائر مجالاتها تساهم في الوقت نفسه بالخطة الداخلية وهي على باب التصدي للمهمة كما تساهم في الخطة الخارجية حين التنفيذ المباشر إنما بناء أداء الدعوات المسلمين في التعريف بالإسلام كمفهوم غيبي محبي هو عقدي في بنية الإيمان وأخلاقي في معايير السلوك واجتماعي في شباكة التواصل في المحيط كحق وطني ثم عالمي في مداهل إنسانية لذا لابد للدعي أن يكون على عم بالأديان الأخرى بالقياس نفسه وينبغي أن لا يفوت الدعية في جانب آخر اللغة العادات والتقاريد للبجاد الأجنبية التي ترتكز عليها مهمته فعليه أن يؤلفها وتألفه في النتيجة لأن على الخطة الخارجية أن ترعي عالم المفهوم الديني والفردي والاجتماعي فهو مفهوم متنوع بقدر كبير مراعاته تدخل في الخبرة الفنية فرجل البدوة في الكونغو يختلف عن الياباني المتحدر كما يختلف عن الرجل الأكثر حدثة في نيويورك هذا التنوع يستدعي تنوع الترائق في مقاربة المهمة فليس هناك طريقة واحدة إذ لكل طريقة مجالها ووسطها الخاص بها بكل حال فإذا أردنا تعددا في هذا المجال فثم تطرائق ثلاث للدعوة الطريقة الأوروبية التي تخص البلاد الغرب بما فيها أمريكا وأستراليا والطريقة الأسيوية التي تخص الهند والصين واليابان وأخيرا الطريقة الإفريقية هذا التصنيف يوحي فورا بالفروقات التي يجب تبنيها على كل طريقة ففي إفريقيا السوداء مثلا لا تكون الدعوة للإسلام بالعودة إلى الوسائل الفنية والتقنية كما هو الأمر في أوروبا والفرق ليس خاصا بعامل واحد بل بعوامل متعددة ففي أوروبا لا تزال الروح الإنسانية غباء سالا مباشرا من أيما ثقافة تنضبع على صفاتها أما الدين المنظم في السلوك اليومي فليس ممكن في أوروبا حيث المسيحية والخضارة هم طابع خلفيتهم في الحياة أما الإفريقي الأسود الذي ولد ونمى فكره في أوروبا فإن خلفيته من العداء للإسلام جاءت لاحقا من تطورها مع فكرة الاستعمار بكل حال فإن الطريقة الإفريقية يمكن أن تكون مباشرة طبيعية وعفوية وقريبا مما يشري في الحالة الحاضرة إذ الإسلام يتقدم هناك بغير دعاة مختصين أما طريقة الدعوة في أوروبا فالأمر مختلف وهنا يترك المجال المختص ليمارس دوره وعليه أن يعرف جيدا الغرب تاريخه وثقافته ونفسيته وفنونه ثم مأساته الداخلية وخلفياته وشكه الغريب واستقامته التي تفوق التصور وهنا فالأمر يتطلب عملية تظهير ونزع سم التأثير اليهودي بالفكرة فرجل الأوروبي في طبيعته يحمل براءة تفل ناضج إنه سريع مبادرة لكنه متحفظ الحماس يتذوق اللعبة والمجازفة يكره ويحم بعاطفة إنها طبيعة جميلة لولا أن اليهود شوهوها أخوة وتآخن في المشروع الإسلامي فيما استعرضنا بصورة المقتضبة أشرنا إلى مشروعين لهما كل اعتبار في ارتباطهم بما سميناه المشروع الخارجي والمشروع الداخلي المشروع الداخلي نرى له أهمية مع أننا وضعنا جانبا لطبيعه الخاص وذلك في سبيل الاهتمام الذي أعطيناه للفصل السابق بصورة المكثفة منعتنا من الاهتمام بالمشروع الداخلي ببعض الشرح والتفصيل والواقع أننا حينما نستعيد مثلا لوجه المسيحي نرى طبيعه التثليث والمحبة معنا وكذلك الوجه المسلم يبرز في عبرتين أساسيتين الوحدة والأخوة إنما المؤمنون إخوة وهنا نتساءل إلى أي مدى عكست هذه الحقيقة التاريخية حضورها في المجتمع الإسلامي من المؤكد أن هذا المجتمع قد مرت به مرحلة خاصة ومظلمة في تاريخه حين انطلقت من القابلية للإستعمار والإستعمار معا لكن الوضع الحاضر يبدو كأنما هو على أبواب مخرج من هذه الثنائية لا شك أن ثنائية للإستعمار والقابلية للإستعمار قد شوهت القيام الدينية كثيرا حين افتقدت الشعوب الإسلامية مشاعر الأخوة الإسلامية التي كانت البساطة الاجتماعية الذي افترشه المؤمنون الأول يشد بعضه بعضا أصيرة وحدة كانت رفعة الحضارة والتاريخ الإسلامي لقد أشرنا في القسم الأول من هذه الدراسة إلى الأسباب الداخلية التي فككت على الشعب في بلاد الإسلامية حتى بين أهل المدينة الواحدة فقد وفرت القابلية للإستعمار متسعة للأسباب الخارجية التي عملت في ظل الإدارة الإستعمارية كي تأخذ مجالها في تقسيم البلاد فمنذ بداية القرن العشرين في ظل إمنة الإستعمار وامتدداته خلف جدار التخلف كانت الجزائر والمغرب يحارب كل منهم أخاه على الحدود التي رسمها الإستعمار في أرض الجدود ليحتلعه لكن شعور الأخوة بدأ والحمد لله ينبعث من جديد وبدأت أصداؤه تتخذ لها مقاعد تتحلق حول القضية الفلسطينية والقضية المنعكشية في العالم الإسلامي لكن هذه الأخوة التي يعبر عنها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي لتزال في عمق الشعور ولابد أن تنتقل إلى وعي يجند الطاقة في بناء للمؤاخة هادف وتطوعي بين المسلمين والعالم الإسلامي فمع تطور الأحداث والأيام تنامت الأخوة في بسيط العالم الإسلامي لكن الأخوة لكي تأخذ مداه التاريخي كما بدأت أول مرة لا بد أن تنتقل من عمق الأشعور إلى عمل واعي يجند الطاقة لبناء عمل تطوعي له في المؤاخة مواعيد إنجاز في خطة متوالية بين أنحاء العالم الإسلامي صحيح أن الأخوة الإسلامية بادية مع تطور الأحداث الراهنة والأيام لكنها لم تحدد خطة لها أو قضية تجند المؤاخة في أدافها فالتخطيط الهدف في فعالية الأخوة الإسلامية يدعو العالم الإسلامي في التطور المتسرع الذي يهيئ لبواكير العالم الآتي فالأخوة في هذا المعنى تفين بغي أن لا تظل في الأشعور بل يجب أن تأخذ مكانها في تطور نحقق نتائج ملموسة لها دورها الأكيد والحاسم في معايير نظام جديد لا بد أن تنتقل الأخوة من مجرد الشعور إلى إرادة العمل فكل عمل تضامني لا يؤسس لإرادة هادفة تسوقها عملية تخطيط ومجرد حلم ولكي تجدد الأخوة الإسلامية حضورها عليها أن تعي دورها في خطة مؤاخات بكل أبعادها الفنية وهذا التحديد في جانبه العملي والفني في حضر عالمنا الإسلامية قضية شائقة حتما وغير مؤهلة للتطبيق لذلك عصر الذي هو على وشك النهاية ينبغي الإعداد لمناخ العصر الآت الذي يتسع فيه النطاق لمؤاخات أبعد من السلوك الفردية لأنها تمتد إلى كل حركة بخطتها الفنية المتضمنة كفصل من حصول علم الاجتماع وهنا نحن نتحدث بعبارات وصيغة جديدة لكن النموذج الأمثل الذي يحاقب نتيجة ما نرمي إليه من المؤاخات ما كان عليه مجتمع المدينة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول الأكرم المبلغ آيات الوحي في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة بل هو آخ وقام بتعبئة تنظيم عملي للمؤاخات بين المهاجرين والأنصار وكانت المؤاخات هذه هي النقطة العملية التي انطلقت بها المسيرة بفاعلية أكبر مما تكون عليه أخوة بنت علاقة حميمة بدافع سلوك أخلاقية فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا عمق المنهج الفني العملي لبناء أخوة هي الأوفى بوجادة مجتمع إسلامي وتطوره وهذه الأصول الفنية العملية هي التي ستعيد للأخوة الإسلامية في العالم الإسلامي وجهتها رسالة وطريقا وهنا نذكر ما جاء في الآثار من أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ ومن هنا فاتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالأمان والانتظار الغيبية وإنما هو خطة طريق العمل تقوم على فنية المؤاخات استعدادة لمهمة في مستوى الرسالة في عالم جديد ولن نموذجان كمسلمين الأول في الصين والآخر في الجزائر سينيات الصيني الذي أصبح أخلي عبدالله بن إبراهيم الجزائري فالأخوان تحب كما أنهما لأبن وأم واحدة يتبادلن الرسائل فيما بينهما بانتظام ويرث أي منهما الآخر وهذا يعني أنه ثم تشيئا جديدا في تاريخ العالم الإسلامي يؤذن بما بعده إذ ما أصبح هذا الجديد من أشياء نامة فتاح وتعرف بين مسلم في باريس ومسلم في جاكرتا وآخر يحدهما في العندن والثاني في دكار وواحد في برلين وآخر في كاراتشي فهذه الصورات إذا ما أحكمت روابطها فسوف تتفاعل تضاعفا بصورة طبيعية بين شانغاي إلى الرباط فالأخوة الإسلامية حينما أصبحت حقيقة اجتماعية في التاريخ الإسلامي كانت المدى للدفعة الأولى التي أرصها الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة في حيوية باكرت الأرض الطيبة فيه بأرس خطة عمل لبناء مجتمع وإذا كان لكل الخيار خطة اختصاص في تنفيذها وللمؤخات بين المؤمنين خطة تطبيق عملي فهم بعض ما كان في مؤخات صانيات الصاني وعبدالله بن إبراهيم الجزائري من تطبيق عملي فنية إذ كل منهما خفض الجنح لأخيه فكانت وحدة تطلعات على سواء بينهما في نطاقهما الخاص لكن النطاق العم له مداعو الواسع في تنظيم يسكب هذه المقاربات في قيادة المسارها وميزان نشاطها فيؤشر إلى وحدة المسار تفاعل أو تراهلا وهو يمنحنا في النهاية زادا من الوشهة الكمية حصد ما تفاعل من المؤخات لسعي مرتحل دائم لأفق جديد لابد من مركزية تنظيم يراقب المسجد عبر مؤشر سنوي لحركة العالم الإسلامي ونموذج المسلم الصاني والمسلم الجزائري صارح للتعميم كوسيرة تحقق واحدة من الشروط العامة لوحدة العالم الإسلامي في العصر الآتي